بطلب منهم رئيس اللجنة الحضور بأعداد كبيرة يعني متكدسين فوق بعض يعني ما بيحافظ على صحتهم اللي احنا دائما وزارة الصحة بالطالب انهم يكونوا ملتزمين ببيوتهم اخينا بالله حافظ ومش فاهم بطلب انه ييجي المسن ويتكدسوا بوزارة الصحة حتى المشاهدة ومع انه اغلب المسنين اللي عندهم اعفاءات هم محاصين على عفاءات سابقة بيمكانه انه يعتمد قرارات زملاء والسابقين في ظل هذه الجائحة بتمنى من وزارة الصحة انه لما تخلي مسؤول بهيك وضع يكون فاهم شو الوظيفة تبعته انا حاولت اتواصل مع هذا المسؤول الاخ رفض التواصل وظلم عنه دعا فكرة انه لو منجيب كبير السن عنقالة بده يشوفه والباقي عندك والله اعطيك لعنه شكرا سعادة الزميل محمود الفرجات تفضل الميقرفون الثاني هذا معطل لجنب وليجنب لا لا شغال شغال تفضل بسم الله الرحمن الرحيم سعادة الرئيس ايها اللي اخوة كما تعلمون في ظل ما يشهد قطاع السياحة كما تعلمون في مدينة البطراء من توقف للنشاط السياحي في جراء تدعية جائحة خرونة حيث لا يزال هذا القطاع يئن تحت وطأة الركود والخساء الكبير التي تعرض لها بسبب توقف السياحة الخارجية كما تعلمون وبما ان القطاع السياحي يشكل المورد الرئيسي للاردن والرافد الاقتصادي الوحيد ايضا لسلطة مفوضية اقليم البطراء التنموي السياحي فان توقف هذا القطاع عن العمل قد تسبب في تراجع حاد كما تعلمون في الدخل المالي لسلطة اقليم البطراء التنموي السياحي ان العجز المالي الكبير لسلطة اقليم البطراء التي لطالما رفضت خزينة الدولة كما تعلمون بما لنيدنا في السروات الماضية لا تجد اليوم من السيولة لدفع رواتب الموظفين مما ادى الى توقف العاملين على المساء البارحة لو لا تدخل اخوانا النواب في هذا العمر المطلوب سيد الرئيس لذلك نتمنى على حكومتنا الرشيدة ونوافق تمام التقه انها ترعى هذا الموضوع جل اهتماما ان تعالج هذا الموضوع بدفع رواتب الموظفين بسرعة ممكنة كوننا نعلم جميعا الظروف الصعبة التي يعاني منها الموظفين والاتجامات التي تقع على كارب هؤلاء شكرا زمين رادي الظهراء بدأت نتقل جدو الأعمال ايش فيه تفضل باختصار اذا سمعت لا هي باختصار الله يصبحك بالخير سعادة الرئيس زملاء الكرام يعني انا من بداية مجينا على مجلس النواب وتليفوننا 24 ساعة صلنا نخجل الرد على التليفونات وعلى المزيجات على مواقع التواصل الاجتماعي صلنا نخجل لانه كل الناس بدأت شغل لكن من اول مبارح من اول مبارح اختلفت الرواية كاملة الاتصالات تأتي لهدف لشيء واحد فيه ايش اسمه تكافل ثلاث له دعم الميومي عمال الميومي ثلثين من تقدم ثلثين من تقدم لدعم الميومي في تكافل ثلاث رفض طلبه بحجة معيار انا مش داري منين هجايبين عن المعيار والله الشيطان نفسه ما قدر يحط هذا المعيار معيار بقولك انه كل من استحق اخذ سلفي من الضمان الاجتماعي اربعين ليرة خمسين ليرة سلفي السلفي تعنيدين عليه قبل ست اشهر رفض طلبه في تكافل ثلاثي دعم الميومي هذا الرجل حرموه من سنة كاملة دعم يومي لاجل شيء واحد انه اخذ سلفي من الضمان الاجتماعي هذا المعيار منين جبه والله نفسي افه منين جبه والله العظيم معادلة سعادة الرئيس معادلة لجن تسعير المحروقات صارت اسهل من هذا المعيار في المعونة الوطنية شكرا انا بتمنى سعادتك اخر نقطة بتمنى انا من هذه الوزارة المحترمة الممثلة بالوزير المحترم انه يشوف هذا الامر وهذا المعيار كل العمال الميومي اخذوا سلفي سلفي دين عرقابهم حرموهم من تكافل ثلاثي دعم الميومي شكرا شكرا جميل سعادة الدكتور اسماعيل مشاق بتفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا من المحزن ان نتمثل قول الشاعر يخاصمني بداري كل اهلي ترى داري هنا ام دار خصمي كنا توجهنا لمعالي الوزير باعفاءات قبل شهرين ونصف الى الان لم يصلنا منها شيء واتصلت به مرارا وتكرارا وتوجهت لدولة الرئيس بكتابين اثنين ولم يصلنا شيء من معالي الاستاذ محمود الخرابشة الى الان من شهرين ونصف مرضى سرطان لم تصلنا لعفاءات وقال لي مرارا وتكلمت معه مرارا وتكرارا وقال ستصل اليوم بكرة اليوم بكرة الى متى صحة الناس صحة الناس اولى نعم صحيح شكرا شكرا زميلة امال الشجران تفضلي يعطيك العافي اسعد الله صباحكم جميعا لقد ورد في كلمتي مطالبة لعمال مياومة جمرك جابر يعني الشباب باب منزل اهلي باب منزلي 57 شب بمثلوا 500 شخص استبدلوهم بعمال وافد يعني بدال الرمثاوي حطوا مصري طب ليش ما هم هذول اصل ليهم سنتين وثلاث بيشتغلوا بجابر على نفس العمل من سنتين ليش استبدلوهم بحجة انه ما فيش مأوالهم او مسكن انهم يقيموا في جابر هم مستعدين انهم يروح ويرجعوا كل يوم بس يرجعوا على شغلهم ارجو ارجعهم باسرع وقت وهذا طلب خاص للمرة الثالثة ارجو اخذوا بالعين اعتبار شكرا سعادة الزميلة الامين العام تفضل شكرا سعادة الرئيس جدوى العمال الجلسة الحادية عشر المقرر عقدها في تمام الساعة العشر ونصف من صباح يوم الاربعاء الواقع في 12 رجب 1442 هجرية الموافق 24-2-2021 ميلادية اولا انتلاوة ملخص محظر الجلسة السابقة ثانيا انتلاوة الاجازات والاعتذارات طلبات معذرة مقدمة من اصحاب السعادة صالح ابو تايح يسار الخصوني عبد الحليم لحمود ايمن لمدانات ثالثا الردود على الاسئلة اولا كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 943 تاريخ 1-2-2021 مرفق وكتاب معالي وزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار جوابا على السؤال رقم 55 والمقدم من سعادة النائب الدكتور صفاء المومني سعادة الزميل الدكتور صفاء المومني تفضلي اسعد الله صباحكم واسعد الله ايامنا وايامكم وايام الشعب الاردني رغم اننا دولة ثروتنا الحقيقية هي مواردنا البشرية ومجتمعنا مجتمع فتي يشكل الشباب نسبة 59% من عدد السكان وهذه هي الفئة العمرية الناشطة والتي هي اساس قيام المجتمعات واساس العمل واساس الانتاجية ولكن نتفاجأ بان نسبة البطالة تتزايد عاما بعد عام يعني بدناش نحكي انه الكورونا كانت يعني هي احد الاسباب لكن هي النسبة البطالة تتزايد منذ ثمان سنوات حتى وصلت الى فعليا ارقام مرعبة بالاضافة الى ذلك كله ان هذا المجتمع الفتي الشاب هو مجتمع فعليا متعلم فنسبة المتعلمين تتجاوز 90% يعني ما في عندنا الحمد لله نسبة الامية 5% في الاردن وهذا اشي نفتخر فيه ونفتخر في التعليم ونسبة من يحمل شهادات الجامعية البكالوريس فاعلى هم تقريبا وصلوا الى 46% من المتقدمين في طلب الوظائف تقدمت بسؤال وللأمانة قامت وزارة العمل مشكورة بالرد عليه خلال الفترة المحددة ودون تأخير هذا السؤال كان يتعلق بدراسة نسب البطالة كان البند الأول في هذا السؤال قامت وزارة العمل بدراسة نسبة البطالة وما نسبتها في المحافظات طبعا جاء الرد انه في دراسة من دائرة الاحصاءات العام وهذه الدراسة مفصلة لكل محافظة لكن الرقم اللي وصلنا فيه في البطالة رقم يعني يعني تجاوز بمعدل تجاوز اكثر من 24% نسبة البطالة في محافظات المملكة المختلفة تباينت في بعض المحافظات ارتفعت عن 28% يعني اقل محافظة فيها بطالة يعني تقريبا 20% وهذه النسبة هي نسبة عالية عالية حيث حيث ان هذه النسبة من البطالة تجاوز نسب الامان العالمية بأضعاف مضاعفة حيث ان نسب الامان العالمية 5.3 5.38 حسب احصائيات البنك الدولي ونسبة البطالة حسب هذا الرقم تجاوز اكثر من خمس اضعاف وهذا مؤشر خطير جدا حتى في دراستهم لنسبة البطالة واتوقع انه يعني بحسب حسب الارقام الموجودة ان هذه النسبة ايضا تتجاوز هذا العدد حيث ان هذه النسبة تتضمن عمال المياومة عمال العقود في عنا كثير من العمالة بيشغلوهم على اشي اسمه بيجيبوا منح بيشغلوهم شهر وشهرين وثلاث في منهم بيشغلوهم في القطاع الخاص بيكون نسبة التشغيل يعني بدنا نحكي عقود سنوية ممكن يكون ثلاث شهور بعد ثلاث شهور يتم انهاء عقود هم وبالتالي انه نسبة البطالة يعني على كل الاحوال هي مرتفعة جدا وهي اعلى بكثير من نسب الامان وهذا المؤشر الخطير ممكن كذلك ان نستدل عليه ان الامن العام طلب وطلبات للتجنيد لمن هم ثانوية عامة او ثانوية عامة ناجح او راسب فحسب المعلومات ان تجاوز عدد من تقدم في هذا الطلب 95 الف وهذا مؤشر خطير جدا يعني اذا احنا منطلع فئة الشباب هذا الفئة المنتجة المعطاء اللي ممكن تعطينا يعني يعني اذا نحن نحن نسبة البطالة عنا تجاوز 25 بالمية يعني ربع ربع المجتمع الاردني القادر على العطاء والانتاج هذا بدون شغل بالاضافة ان هاي النسب يستثنى منهم كبار السن ويستثنوا منهم اللي ما بدهم اصلا يشتغلوا يعني في ناس ما بتحبش انها تشتغل او تتوظف ممكن خاصة في القطاعات المختلفة فللأمانة الارقام موجودة لكن هذه الارقام تحتاج الى حلول يعني احنا فعليا احنا موجود عنا انه نسبة البطال ارتفعت وزادت حتى قبل الكورونا لكن مع الكورونا كمان المؤشرات صارت اخطر فاحنا يعني لما يكون في عنا وصلنا لهذه المرحلة شو بيكون الحكومة عندها اقتراحات شو بيكون عندها افكار شو بيكون عندها رؤى مستقبلية حتى احنا نخلص من هذه المعضلة الكبيرة يعني احنا امام اعمام معضلة شبابية امام اه بدنا نحكي قنبل موقوته هذول الشباب اذا ما استغلينا طاقاتهم بالشكل الامثل هم رح يتحولوا من شباب معطاء مواطن صالح الى غير ذلك فللأسف احنا يعني زي ما بنحكي انه احنا نعمل دراسات ونعمل استراتيجيات وفي عنا دراسات نظرية لكن على ارض الواقع يعني احنا ما في عنا اشي حلول جذري لهذه المشكلة في عنا بإجازة اذا سمحت دكتور يعني السؤال متشعب والموضوع مهم نعم هو موضوع عام من الرئيس من الاشياء اللي شفناها كمان انه في عنا بدوان الخدمة واللي قدموا طلبات بدوان الخدمة لا يتجاوز 27% او 28% من الباحثين على العمل في عنا حوالي 450 الف طلب موجودات في دوان الخدمة وفي عنا 71% السكان يتجهل القطاع الخاص او يبحث عن فرص مختلفة فيعني نحن نحكي عن ارقام فعليا مرعبة ارقام يعني تخلينا متأرقين كاصحاب قرار ويتخلي كمان انه يكون لازم يكون في عنا رؤى ثاقبة للمستقبل لازم يكون في عنا تفكير خارج خارج الصندوق اللي احنا دائما منفكر فيه هلا فيه خلال خلال الفترة الماضية كمان كان من الاشياء السلبية انه صرنا نحكي العمر والشهادة والمؤهل وكأنه فيه تخبط في صناعة القرار اهنا بدنا الفكرة انه بدنا حلول لهذه المشكلة التي تؤرق كل المواطن الاردنيين ما فيش عندي ولا مواطن اردني مش متأرق من مشكلة البطالة السؤال الثاني من هذا السؤال كان يتعلق ما هي السياسة التي سوف تتبعها الوزارة في تخفيف البطالة في الاردن بالتحديد وفي محافظة عجلون على سبيل المثال فكان طبعا رد الوزارة عندها سياسات للأمانة يعني في عندهم تدريب تشغيل سياسة تطوير تعزيز مركز تدريب وطني برامج ومشاريع لكن فعليا ما نرى على أرض الواقع هو يعني يمكن في عندي افكار كثيرة ورقية في عندي عامل ممكن اشوف منظومة التدريب والتعليم المهني مثلا ورفع انتاجية العامل الأردني طيب نحن عملنا تدريب وتأهيل هل تابعنا الخريجين بعد التدريب وتأهيل هل نحن فعليا خرجنا أول دفعة 100 وخرجت دفعة 200 300 400 هل استوعبنا في سوق العمل نحن في برنامج خدمة وطن نحن ندرب ونأهل وبعدين نوفر فرص عمل كل أتم هذا البرنامج لغاية الآن يعني أو بديش حكي كلهم 99% منهم ما يحظي بأي فرص تشغيلية في عندي كمان يعني بدنا المطلوب تحويل هذه الإجراءات النظرية والمن أفكار من أفكار يمكن جزء منها يعني خلاقة كفكرة كفكرة نظرية بدنا نحولها لأفكار عملية بدنا نشوف الناس تشتغل بديش أريد برنامج تدريب وعملك تأهيل وعملك أرفع سوية الشباب الأردني لكن نحن على أرض الواقع نعمل هذا كله ونشوف مترجم على أرض الواقع بفرص حقيقية للعمل لاستفادة أنا أريد أخبر استغلال قدرات الشباب طيب هنا لدي من الأشياء التي شفناها عاملين دعم إنشاء ومشاريع صغيرة مستدامة لكن أنا قبل 2019 وجهت سؤال للحكومة السابقة بعدد الشركات الفردية أو المؤسسات الفردية التي أغلقت كان الجواب صاعقا أن خلال ثلاث سنين ثلاث سنين أربعة وخمسين مؤسسة فردية تم إغلاقها هذا الحكي بال2019 قبل الكورونا يعني فهذا كمان مؤشر خطير يعني إحنا إذا في عنا مشاريع وفي عنا فكرة نشجع مشاريع إحنا قاعد في عنا مشاريع بتسكر ليش سكرت هذه المشاريع شو عمنا لهم شو ممكن إحنا نقدم لهم أو شو كيف نحل مشكلاتهم عشان يستمروا ويخففون من مشاكل البطالة فهذه كلها مؤشرات صراحة بحاجة إلى إعادة إعادة دراسة وإعادة تفكير في في هذا الإجراءات في عنا كمان بالنسبة للمشاريع أو الفروع الإنتاجية يعني إحنا كأسبيل المثال محافظة عجلون سعادة الزميلة في عنا الثلاث السؤال النظام الداخلي يقول عرض السؤال بإجاز وتقديم السؤال بإجاز وإذا لم تكتفي بالإجابة سنستمع إلى الوزير المعني والوزير المسؤول ماشي فهل تكتفي بهذه الإجابة بإجازة إذا سمحت نعطي بقيت الزملاء حقهم كمان ماشي 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 هل يعني بالنسبة لفروع الإنتاجية هل يتم مراعاة العمال الوافد ونسبتها في هذه الفروع يعني إحنا ممكن نعمل هذه الفروع لكي نوظف إولادنا بس نسبة العمال الوافد فيها أحيانا تتجاوز النسبة المسموح فيها النقطة الأخيرة إنه في عنا إحنا بالنسبة للتدريب والتعليم المهني إحنا بنحكي إنه إحنا بنوجه شبابنا بنوجه الطلاب المدارس إنه يروحوا للتدريب والتأهيل المهني لكن للأسف بعد ما يخلصوا ما بيكون محهم شهادات ثانوية عامة كثير من القطاعات الخاصة والحكومية والجيش والأمن بقول لك أنا بدي شهادة شهادة جامعي حتى لو كنت أنا معي شهادة احترافية في المهنة أنا فيها منفضل شهادة الثانوية عامة على هاي المهنة فإحنا هنا كمان ما شجعناش المهن إذا أنا معي شهادة مهنة لازم تغنيني عن شهادة الثانوية أنا بدأ شغله ميكانيكي ما بديش يا أنا بدي يا ميكانيكي بدي يا ميكانيكي ليش أنا معطيه مزاولة مهنة عشان أشغله في مهنته بديش أجبره إنه أنا لازم تكون معك شهادة ثانوية عامة بالإضافة إلى المهنة فإحنا إحنا مع إنه نزيد التعليم لكن إحنا بنا نحلم مشكلة البطار سعادة الزميلة المحترمة هل تريدين هل تريدين أن تستمعي إلى الوزير أم تكتفي بالإجابة المقدمة أنا بدي أستمع من الوزير لأنه أنا بعرف أنه الوزير دعينا ودعونا نستمع المحترم أنا متأكد إنه عنده أفكار جادة ورح يحاول نحل المشاكل لكن بعد عندي نقطة صغيرة جدا بدي أحكي عنها في قبل ما أسمع على معاني الوزير حاطين في دعم مشاريع صغيرة لمحافظة عجلون واحد مليون دينار أردني هاي عشان ندعم طبعا هاي مش نعطيها للشباب هاي بنا نقرضهم إياها يعني قرضة بس إنه ندينهم إياها واحد مليون دينار أردني ما بتعمل الواحد مليون دينار أردني خلينا نستمع للوزير وانشو شو رأيه بالموضوع بس أحكي بس كلمة واحد فاتورة الكهرباء بدائرة الجمارك واحد مليون دينار أردني فاتورة الكهرباء طيب وبعنا بنا نحاول لطاقة شمسية والمليون هذول نستثمع إذا سمحتي سعادة الزميلة خلينا نستمع إذا سمحتي خلينا نستمع لمعالي الوزير تفضل معالي وزير بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصاحبه ومن ولاه إلى يوم الدين الله أعطيك لعافة جميعا سعادة رئيس مجلس النواب المحترم الأخوة النواب المحترمين سعادة النائبة المحترمة أشكرك على هذا العرض لمشكلة حقيقية تواجهها المملكة الأردنية الهاشمية وهي مشكلة البطالة مشكلة البطالة مثل ما تفضلت سعادتك هي قنبلة موقوتة آمل من الله سبحانه وتعالى أن لا تنفجر في وجوهنا مشكلة البطالة هي نتاج لتراكمات حقيقية وفشل مستمر لعدد من الحكومات التي أتت وتولت أمر هذا الوطن اليوم نحن نتكلم قاعدين عن 24% نسبة بطالة في المملكة الأردنية الهاشمية كمعدل تقريبا وهذه الأرقام هي الربع الرابع من عام 2020 لكن في حقيقة الأمر إذا أخذنا الآن ونحن ننتظر تقرير دائرة الإحصائة العامة سنجد بأن النسبة ستزداد وإذا استشرفنا المستقبل ونتيجة لتداعيات جاعة كورونا سنجد بأن النسبة ستزداد أكثر ما هو الحل؟ وهذا السؤال منوط بنا جميعا كسلطة تنفيذية وسلطة تشريعية رقبية كل الوطن يجب أن يعمل جاهدا لحل هذه المشكلة من جذورها وحلها لن يكون في وزارة العمل ولن يكون في وزارة واحدة وإنما هو جهد وطني متكامل لكل هذه الحكومة مشكلة البطالة سعادة الرئيس هي نتيجة فشل حقيقي في بناء سياسة استثمارية تجتذب المستثمر وتمكن القطاع الخاص إلى أن وجدنا العديد من المنشآت الأردنية في القطاع الخاص الأردني يهاجر إلى دول مجاورة تمكنت أن تنافس الأردن وتستقطب استثماراته الحل الحقيقي هو في خطة اقتصادية شاملة متكاملة وبناء حقيقي يسعى لتمكين هذا القطاع الخاص لأنه هو من يستطيع أن يقود التنمية دور الحكومة هو أن تمكن القطاع الخاص الحكومة لن تكون قادرة على التشغيل وانتوا عارفين يعني ما تفضلت سعادة النائب وقالت أنه مليون دينار فقط متوفر لإقراض عجلون أنا بدي أقول تحت هذه القبة بأنه عام 2020 كانت موازنة وزارة العمل 19 مليون دينار أردني الموازنة التي أقرها مجلس النواب المحترم لوزارة العمل 9 مليون دينار أردني كيف تستطيع وزارة العمل أن تجترح حلول تشغيلية هيئة المهارات هيئة المهارات وضح معالي الوزير وضح خلينا أكمل خلينا نسمع خلينا نستمع خلينا نستمع تفضل معاليك الفكرة وبوضوح حسين حسين سعادة الزميل حسين سعادة الزميل حسين الحرسيس خلينا نستمع لا لا يجوز لا يجوز تفضل سعادة الزميل سعادة الزميل أرجو أن نلتزم بالنظام تفضل كل الموازنة العامة التي تم إقرارها وكما تعلمون جميعا موازنة أتت في ظروف صعبة تواجه المملكة الأردنية الهاشمية لو أتاح لي هواني الزملاء أن أكمل الجملة الموازنة العامة للدولة الأردنية في السنوات الماضية أرهقت وأنتم تعلمون ذلك إذن الحل الوحيد وهذا لا نلوم فيه المالية ولا نلوم فيه النواب ولا نلوم فيه أحد إنما ما يجب أن يتم العمل عليه الآن هو تمكين القطاع الخاص لتوفير فرص العمل هذا اللي قادرين نشتغل عليه وهذا هو اللي راح يقدر يوفر للشباب حول المملكة فرص عمل مستدامة وحقيقية الخطر الثاني الموجود حاليا هناك محافظات أكثر بطالة لسنوات كثيرة يعني كل سنة ترجع بتلاقي نفس المحافظة ومنها محافظة عجلون ومنها محافظة طفيلة ومنها محافظة البلقاء ومنها محافظة إمعان ومنها محافظة المفرق نفس السنوات كل السنوات بتلاقيهم دائما عندهم الأكثر بطالة والأكثر فقرا إذن إذا بدي أختصر سعادة الرئيس بإجازة إذا سمحت باختصار شديد إذا بدي أختصر سعادة الرئيس لأنها قضية عامة قضية نعم إذا بدي أختصر سعادة الرئيس بقول التالي بقول أنه ستسعى وزارة العمل والمؤسسات الرذيفة للاستمرار في كافة الجهود اللي من المقدر إنها تحدث بعض التغيير وهناك برامج أجبنا عليها في السؤال سعادة النائبة لكن أيضا هناك توجه للدولة بقيادة دولة الرئيس وهو قال تحت القبة بأنه هناك راح يكون ثورة بإذن الله تعالى في مجال الاستثمار نعمل عليه وهذا هو الحل اللي إحنا منتأمل إنه يشجع المستثمرين إنهم يتوجهوا للمناطق الأكثر فقراً أكثر بطالة وتبدأ المشاريع الحقيقية وهذا هو الحل الحقيقي شكراً زميلة سعادة الزميلة الله يعطيك العافية ورقية استراتيجيات نظرية لا أنا بدي إيش على الأرض الواقع بنا نشوف إيش نقول والله هذا بدي يخففنا من مشكلة البطالة شكراً الإجراءات تخفيف شروط الاستثمار شكراً شكراً اكتفتي بالإجابة الأمين العام تفضل ثانياً كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 978 تاريخ 2-2-2021 ومرفق كتاب معالي وزير الأشغال العامة والإسكان جواباً على السؤال رقم 52 والمقدم من سعادة النائب السيد محمد العلاقمة سعادة الزميل محمد العلاقمة أشكرك سعادة الرئيس الله يعطيك العافية سعادة الرئيس يعني أنا قدمت سؤالين لمعالي وزير الأشغال لا يجوز التدخل ما بين السائل والمسؤول حسب النظام الداخلي النظام الداخلي فقط أعطى الحق للسائل أن يتحدث وللمسؤول هذا هو الحق سعادة اسمح لي سعادة الرئيس انتقلنا إلى زيادة العامة أنا قدمت سؤالين لوزير المعالي وزير الأشغال المحترم بخصوص طريق العرضة وأنت بتعرف هذا الطريق الحيوي الذي يربط وادي الأردن والأغوار بالعاصمة عمان ومحافظة البلقاء وقد أودى هذا الطريق بالعديد من الضفايات من أبناء المحافظة بشكل عام ولوادي رعلا بشكل خاص وكذلك صعوبة الطريق المتعرجة والكربات العديدة التي تشكل أيضا خطر وطريق ضيق ولغاية الآن من عشرات السنين لم يتم تطوير هذا الطريق وتوسعته بالشكل الصحيح لأنه بشكل خطر فعلي على حياة المواطنين سعادة الرئيس وكون وزير الأشغال موجود بسبب مهمة رسمية خارج البلاد نتمنى لهم التوفيق وأن يرجعوا سالمين غانمين إن شاء الله أرجو تأجيل السؤالي والسؤال الثاني عن المشاريع التي ستقوم بها وزارة الأشغال عام 2021 يعني إرجاء السؤال إلى حين حضور وزير الأشغال نعم لأنه هذا السؤال مهم وينتظر الجميع شكرا لم يلعام ثالثا كتاب دولة رئيس الوزراء رقم تسعمية وتسعين تاريخ ثلاثة اثنين ومرفق كتاب معالي وزير الداخلية جوابا على السؤال رقم مئة وستة والمقدم من سعادة النائب السيدة هادية السرحان سعادة الزميلة هادية تفضلي يسعد صباحكم لماذا لم يتم لغاية الآن اتخاذ قرارات للتخفيف على المواطنين بناء على التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة المشكلة من قبل معالي وزير الداخلية عام 1988 بخصوص تطبيق هذه العادات العشائرية في المملكة علما بأن هذه التوصيات أجمع عليها شيوخ ووجهها العشائر الأردنية هون سؤالي الوزير الداخلية تفضل معالي وزير الداخلية الإجابة سيدة أنا معتقد الإجابة معتقد الإجابة يعني كانت واضحة إلى ساعة النائب الجميع بيعرف إن القضايا العشائرية تشكل عبءاً تقيلاً على المواطنين وتحديداً على أطراف هذه القضايا أيضاً تشكل تجاوزاً وخروجاً في معظم الأحيان على الأعراف والعادات والتقايد الاجتماعية النبيدة من حيث مدية الجلوة والأطراف المشبولين فيها وقيمة الدية المبالغ فيها ساعة الرئيس وزاعة الداخلية بأضرعها الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية والجهاز الأمن العام بالتعاون مع مستشاري الشهور على شهر والخيرين من أبناء المجتمع الضيبين لم يألوا جهداً في التعامل مع هذا الملف وأستطيع القول أن العديد من هذه القضايا تم معالجتها في مختلف الأروية والمحافظة بقي عندنا قضايا مركبة وقضايا معقدة نسعى سوياً أيضاً مع مستشاري الشؤون العشائر والخيرين من أبناء المجتمع لمعالجتها إن شاء الله شكراً ساعة الزميلة هل تكتفي بالإجابة المقدمة من وزير الداخلية؟ أكتفي شكراً الأمين العام رابعاً كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 991 تاريخ 3-2-2021 ومرفق وكتاب معالي وزير المياه والري جواباً على السؤال رقم 49 والمقدم من سعادة النائب السيد محمد المحارمة سعادة الزميل محمد المحارمة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم تقدمت بثلاثة أسئلة وقامت الوزارة المياه مشكورة بالإجابة عليها دون تأخير معاي الأخ وزير المياه الأكرم واجب علي أولاً أن أشكرك على المجهود الذي تقوم به وخصه بالذكر العمل الميداني لمعاليك وتواجدك على رأس عملك بالميدان وأيضاً أنا على علم تام بخبراتك المتراكمة في المجال الاستراتيجي وهذه الجهود يجب أن تذكر فكل الشكر معاليك أما بالنسبة للأسئلة التي سألتها فهي أجاءت من باب الاشتباك الإيجابي مع الحكومة من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا ولتفعيل الجانب الاستراتيجي في القطاع الحكومي وفي جميع الوزارات وخصوصاً وزارة المياه وهي مرتبطة ارتباط كلي بتوجهاتنا اليوم وخصوصاً في مجالي الزراعة والصناعة واليوم كما نعلم جميعاً يعاني العالم أجمع من ظاهرة التغير المناخد التي تدق ناقوس الخطر في كل مكان ومن هذا المنطلق واجب علينا أن نفعل الدور الاستراتيجي والانتقال من رد الفعل على مواجهة إلى الخطوات الاستباقية والجهوزية التامة أما بالنسبة للسؤال الأول وهو أرجو تزويدي بنسبة المياه الأمطار التي يتم الاستفادة منها وبما فيها المياه المغذية للمياه الجوفية وحسب الإجابة فإن النسبة الأكبر المخزنة من مياه الأمطار لدينا هي في السدود والحفائر وأن الهدف هو رفع القدرة التخزينية للسدود تقريبا 63.582 متر مكعب أي ما يعادل تقريبا 20% من القدرة الحالية وهي نسبة جيدة بالنمو ولكنني أرى وجوب ربطها بزمن والبناء عليها أما بالنسبة للحفائر ما زلت أعتقد أننا بحاجة لزيادة الحدد أما السؤال الثاني فكان كيف يتم التعامل من قبل الوزارة في حالة الانحباس المطري أو في حالة تأخر الموسم المطري أو قلة نسبة الأمطار بالموسم وما هي الخطط الفورية المتبعة لزيادة نسبة التخزين ففي كل الدول المتقدمة هناك نظام التنبيه المبكر أو ما يسمى بالأيرلي وورنينج سيستم للتنبيه وبشكل مبكر على الاقتراب من المخاطر في كل المجالات وخصوصا في مجال المياه وعند تفعيله أو في حال ما كان مفعل فأن أي نقص في الهطول المطري سيؤدي مباشرة بالتأثير على قطاع الزراعة والصناعة وهي القطاعات التي نعمل على تطويرها ودعمها في هذه السنة لذلك واجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن يكون التنبيه استباقي للقطاعين الزراعي والصناعي ورفع أوجه التعاون بين هذه القطاعات والوزارة أما بالنسبة للسؤال الثالث ما هي الخطط المستقبلية للوزارة والمتعلقة في زيادة السدود والحفار الصحراوية فإنني أتمنى أن يكون لدينا خطة مستقبلية لزيادة عدد السدود ولنأخذ بالتجربة المغربية كمثال وكيفية التطور الكبير في بناء السدود ولماذا لا يكون لدينا كل سنة أو كل سنتين سد جديد وما له من أثر إيجابي على المنطقة الموجود بها للمزارعين وكذلك الفائدة البيئية للسياحة فوصلت نسبة التخزين لديهم ما يزيد عن 17 مليار متر مكعب مقارنة ب336 مليون متر مكعب عندنا وأشكر مع الوزير على حسن الاستماع وأتطلع دوما للتعاون معكم في كل المجالات وبالنسبة لي الزيادة في الموازنة أو في الموازنة التي يقرها مجلس النواب فإنني وحسب الدستور الأردني في المادة 112 النقطة 3 فإنه لا يجوز نقل أي مبلغ من قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون ونقطة 4 لمجلس الأمة عند المناقش في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المقدم على أنه يجوز بعد انتهاء المناقش أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات فنحن لا يجوز لنا أن نزيد فنقر الموازنة ثم نقترح قوانين شكراً ولا أعطيك العافية أكتفي بالإجابة سعادة الزميل أكتفي بالإجابة وشكراً لأمين العام خامساً كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ألف واثنين تاريخ ثلاثة اثنين ألف وواحد وعشرين مرفقه كتاب معالي وزير الداخلية جواباً على السؤال رقم تسعة وسبعين والمقدم سعادة النائب المحامي زيد الاعتوم سعادة الزميل زيد الاعتوم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم بدايةً أود أن أتقدم بالشكر لمعالي وزير الداخلية على الجهد الذي بذلته الوزارة في الإجابة على السؤال وأنا أعلم أنه تطلب الكثير من العمل والجهد لغيات الإجابة ودت من خلال هذا السؤال أن أصلت الضوء على قانون منع الجرائم لعام 1954 وهو قد تم تعديله وإلغاء القانون البشابه لعام 1927 وبموجب القانون فأنه يتم منح السلطة التنفيذية والحاكم الإداري صلاحية بتوقيف أي شخص يشتبه به لمدة عام بناءً على إرادته المنفردة وقناعته وللحاكم الإداري وضع الكفالة التي يراها مناسبة حسب قناعته سواء كفالة مالية أو عدلية وبالمبلغ الذي يراه مناسباً ومن خلال الإجابة أو التساؤل فيما إذا كانت توجد معايير لهذه القرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية متى يتم إيقاف الشخص أو إيقافه لمدة يوم ومتى يتم إيقافه لمدة عام وهل يوجد ضوابط على سلطة الحاكم الإداري في ذلك الخصوص أم أن الموضوع واسع الصلاحية له وله أن يحدد المبالغ والكفالات ونوعها بالصورة التي يراها مناسبة وهل أن هذه الصلاحية هي من صلاحية السلطة القضائية أم من صلاحية السلطة التنفيذية خاصة بأن الحاكم الإداري يحق له الاستماع للشهود والقيام بإجراءات المحاكمة كما يحدث في المحاكم تماماً الأسباب القانونية للإيقاف متى يتم استعمال هذا القانون هل عندما تتم جريمة كبرى كقتل أو جريمة شرف أو عندما يخالف شخص أوامر دفاع أو يقدم أرقيلة في مقهى أو في هذيك اليوم واحد حكى معاي بايا خلاط مولينكس لأحد الزبائن وزبون بدو يرجعه فصار في خلاف على خلاط المولينكس تم تدخل المحافظ في هذا الموضوع فهل هذا الموضوع من ضمن صلاحية المحافظ أم لا أين المعايير؟ كما أجاب معالي الوزير فهناك معايير بموجب القانون وسيتم إعداد مصفوفة بهذا الخصوص لكن لا زال القانون لا يحدد لغاية الآن أسس الكفالات مبالغها متى يتم فرضها؟ وهل بالفعل الكفالة سواء كانت مالية أو عدلية تضبط منع الجريمة؟ هل هذا هو حل ممكن الركون إليه؟ كما أن في أحد الإجابات كان السؤال هل يوجد خروقات من الحكام الإداريين فيما يتعلق بهذا الموضوع كانت الإجابة بأنه لا توجد خروقات علما بأن هناك عدة قرارات من المحاكم الإدارية التي تبين من خلالها أنه كان هناك خروقات الحل لهذا الموضوع وخطة الوزارة أتمنى سماع رد معالي وزير الداخلية مع الشكر نستمع الإجابة لمعالي وزير الداخلية شكرا سعد سيدي حولنا في الإجابة تكون واقعية وشامية ومنهجية وتفصيلية الأمانة وتعكس شفافية النهج التي تختطط وزارة الداخلية الوزارة تعمل باستمرار على إعادة دراسة وتقييم الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقانون منع الجرام في إطار التوازن الذي يحافظ على مقتلات الأمن والنظام وحماية النسيج الاجتماعي الأردني وردع الخارجين على القانون من ناحية وتحقيق المستوى المطلوب من العدالة وحماية حقوق الإنسان وبعرف ساعة الناب بعد مطبحت أنويا أنه ما في حاكم إداري سمعت أنه تجاوز قاصداً متقصداً الإساءة للناس أما بهدف تأهيل الخطة القادمة لوزارة الداخلية بهدف تأهيل وتطوير قدرات المعرفية لدى الحكام الإداريين فالوزارة جادة باستحداث مركز تدريبي يعمل على عقد دورات تدريبية وتأهيلية لكواد الوزارة يشارك فيها محاضريون وخبراء وأكاديميون من أجل نقل المعرفة والخبرات المتراكمة وصولاً إلى التمكين وبهدف تحقيق الحاكمية الرشيدة في التطبيق الأمثل للتشريعات قانون منع الجرائم أنا في تحت هذا القبة وأمام هذه القامات الكريمة ما بسوق له لأن هذا قول للدولة لكن بيعرف الجميع أنه قانون منع الجرائم بيحافظ على النسيجي الاجتماع الأردني وقانون منع الجرائم لا قدر الله في حال مساسفي أو إذا كان في محاولة مش من سعاتك بشكل عام العبث فيه أو إلغاؤه أنا مسؤول تحت هذه القبة أن أقول كلمة إبراء للذمة سوف تكون النتيجة أن الشخص المحترم هو الشخص الضعيف لكن المتضرب من القضاء من هذا القرار بلجأ للوزير الداخلية بلجأ للقضاء بعالج كل المشكلات اللي مست فيه إحنا بصدد زي ما حكيت إعادة والعمل على تطوير المصفوفة اللي تضمن التوازن بين الحفاظ على الأمن والنظام والحفاظ على حقوق المواطنين شكرا سعارة الزميل زياد العتوم تفضل يعني أحنا نشكر وزير الداخلية على مبادرته وبجوابه ورد بأنه تعمل الوزارة على تطوير وتحديد بصفوفة بصفوفة العمل المعتمدة بما يتواكب وتحديد المعايير الكفيلة بضبط الجودة الجودة فالغاية هي ضبط الجودة الغاية هي ضبط مدد التوقيف مدد الكفالات قيمة الكفالات متى يتم فرضها وضع توازن بين السلطات أن يتم استخدام هذا القانون استثناءا وليس كإجراء اعتيادي وهنا أود أن أشير إلى رسالة جلالة الملك التي قام بتوجيهها إلى دائرة المخابرات وأقتبس هنا بأنه يجب علينا أن نرسق قيم المواطنة المنتجة والاستحقاق على أساس الكفاءة والقدرة وتعزيز مبدأ سيادة القانون على جميع الأفراد والمؤسسات وفقاً للمرتكزات العظيمة التي نص عليها دستورنا والأهم في هذه الرسالة والتحديد الدقيق للاختصاصات التي وضعها للسلطات الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية أنا أشكرك على الإجابة أنا أكتفي بها وسأقوم بتقدم سأقوم بالتقدم بمقترح لتعديل القانون بما يتوافق ووضع معايير تضبط هذه العملية وتجودها القانون من عام 1954 زمن كلوب باشا بضى عليه 77 عام الظروف كانت مختلفة عام 1954 عما إياه عليه الآن نحن في قرن مختلف وفي زمن مختلف ولابد من تعديل وتجويد النصوص الواردة فيه بعد 77 عام وبعد التغيير الكبير الذي حدث في المجتمع الأردني وشكراً سادساً كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1114 تاريخ 8-2-2021 ومرفق الكتاب معالي وزير الصحة جواباً على السؤال رقم 71 والمقدم من سعادة النائب المهندس عدنان مشوقة سعادة الزميل عدنان مشوقة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أنا بشكر معالي وزير الصحة على الجواب اللي أعطاني لأنه غطى السؤال لكن أنا بحاجة حقيقةً لبعض التفصيلات بالنسبة لموضوع السيارات السياحية التي استؤجرت في فترة الوباء الكورونا بحاجة إلى معلومة كم عدد السيارات اللي غطاها هذا المبلغ وكم أجرت السيارة الواحدة وشكراً جزيلاً وأكتفي بالإجابة معالي وزير الصحة إذا في عندك توضيح لما تفضل به الزميل شكراً سعاد الرئيس شكراً سعاد نائب المحترم يعني عندي جدول بأول شيء السيارات هي مستجرة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة السيارات كان نوعين في نوع سيارة متوسطة في باصات من مينيفان الأسعار لمحافظة العاصمة كانت 45 دينار للمتوسطة وخمس وسبعين للمينيفان طبعاً تشمل السائق والمحروقات محافظة الزرقاء كانت 50 دينار للمتوسطة 85 دينار للبان صلت 50 دينار و80 دينار جرش 60 دينار و90 دينار محافظة 74 دينار و100 دينار والكرك كانت 85 دينار و115 دينار طبعاً تم دفعها من خلال منظمة الصحة العالمية وهناك أيضاً نوع آخر من الاستئجار وكانت التكلفة للمرحلة الأولى هي 35 ألف دينار والمرحلة الثانية كان مدة شهر المرحلة الثانية كان شهرين والتكلفة 132 دينار شكراً سابعاً كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1115 تاريخ 8-2-2021 ومرفق كتاب معالي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية جواباً على السؤال رقم 121 والمقدم من سعادة النائب السيد مغير الهملان الداجة سعادة الزميل المغير تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أتكلم عن المفاعل النووي الذي هو جزء من البرنامج النووي الأردني المؤلف من خمس مشاريع تابعة الهيئة وتنفيذه منذ 12 عام حيث ضمن البرنامج مشروعين متعلقين بالمفاعل النووي مشروع المفاعل النووي الأردني البحوث والتدريب ومشروع محطة الطاقة النووية الأردنية لإنتاج الكهرباء باستخدام المفاعلات النووية عندي أسئلة لمعالي وحاب بيسمعوها زملائي في مجلس النواب والشعب الأردني عن هذا المشروع السؤال الأول ما هي الكلفة الإجمالية لمشروع المفاعل النووي الأردني وما هي المبالغ التي تم إنفاقها على هذا المشروع منذ تأسيسه لغاية الآن وما هي قيمة المنح التي حصل عليها هذا المشروع وما هي الدول المانحة والسؤال الأهم والأخير متى سيتم البدء بتشغيل هذا المشروع شكراً شكراً سعادة الزميل معالي وزير الطاقة فضلي أنت من خلالك أولاً تستأذن الرئاسة ثم نعطي الحديث لمن ترغبه الحديث حق للوزير فضلي معالي وزير الطاقة سعادة الرئيس معنا إذا سمحت رئيس هيئة الطاقة الذرية معالي خالد طوآن للإجابة عن هذا السؤال إذا ممكن معالي الأخ خالد طوآن تفضل شكراً شكراً معالي الرئيس بالنسبة لأسئلة سعادة النائب نحن الهيئة الطاقة الذرية أجبنا بالتفصيل على كل الأسئلة بالنسبة للكلفة الإجمائلية للبرنامج الناوي منذ تأسيس البرنامج خلال 12 عاماً بلغت 142 مليون دينار نفقات رأسمالية وجارية الاستثمار الرئيس مالي في الخمس برامج التي تحدثنا عنها والتي بيّنها سعادة النائب كان 112 مليون دينار وفي هناك بالإجابة جدول تفصيلي عام بعام منذ عام 2009 لغاية عام 2020 بكل النفقات الجارية والرأسمالية إضافة لذلك هناك بالسؤال الثاني جدول تفصيلي بالإنفاق على كل مشروع على حدة أهمها وهذا جل الإنفاق المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب بلغ الإنفاق الرأسمالي على المشروع 56 مليون دينار أردني إضافة لذلك كان هناك 58 مليون دينار أردني قرد ميسر جداً حسن جداً من الحكومة الكورية بفائدة 0.2% بفترة سماح 10 سنوات وتسديد 30 عام إضافة لذلك هناك مركز السنكترون اللي هو عبارة عن ثلاث مسارعات ناوية إجمال الإنفاق من الخزينة بلغ تقريباً 4.6 أو قريب 5 مليون دينار مشروع استكشاف وتعدين اليورانيوم كان الإنفاق الرأسمالي عليه منذ خزينة الدولة 8.7 مليون دينار وهو انتهى بتحديد كميات الاحتياطي وبتشغيل مصنع ريادي تم تصميمه وطنياً بنجاح كامل محطط الطاقة الناوية الأردنية والتي هي الآن يتم إنشاء البنية التحتية لها من اختيار موقع تحديد خيارات التبريد وتحديد التكنولوجيا المناسبة سواء لاستخدامها لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه بكلفة 39 مليون دينار هناك في بعثات ومنح دراسية ما مجموع 151 مبتعث من قبل الهيئة بتعثوا على حساب رسوم دراسية الدول التي منحتنا تلك المنح ونحن غطينا فقط المنافقات المعيشية الـ 151 مبتعث مهندس وفيزيائي وكيميائي لمختلف الدول فرنسا، روسيا، كوريا، الصين وجلهم عادوا المبلغ تقريباً 1.7 مليون دينار إضافة إلى اشتراكاتنا في الوكالة الدولية للطاقة الزرية والهيئة العربية للطاقة الزرية بمبلغ تقريباً 3.4 مليون دينار فاستثمار الرأسمالي بمشاريعنا عبر 12 عام 112 مليون دينار طبعاً المعدل إحنا موازنتنا السنوية كانت 9 إلى 10 مليون دينار سنوي من الخزينة ولعام 2021 موازنتنا 6 مليون دينار تغطي جميع المشاريع بالنسبة للبدء بتنفيذ هذه المشاريع مشروع المفاعل لنويل أردو للبحوث والتدريب هو مكتمل وهذا مفاعل ناوي كما قلت في جلسة وسؤال تحت هذه القبة هو المفاعل الناوي البحثي الوحيد الموجود في المشرق العربي هو عامل منذ عام 2017 تديره طواقم أردنية بالكامل ما في عنا أي شخص غير أردني من الصيانة إلى غرفة التحكم بالمفاعل إلى إنتاج النظائر المشعة هذا المفاعل متعدد الأغراض طاقته 5 ميجاوات يستخدم لإنتاج النظائر المشعة اليود المشع لعلاج وتشخيص مرضى السرطان كل مراكز الطب الناوي مستشفيات القوات المسلحة مستشفيات جامعية مستشفيات وزارة الصحة الآن تأخذ مننا إضافة لذلك إحنا بنا ندخل في إنتاج التكنيشيوم لتصوير القلب والتصوير الطب الناوي إن شاء الله مع نهاية الصيف هو مفتوح لطلبة هندسة نوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا للتدريب والتعليم وأيضا لجميع أساس الجامعات الأردنية لإجراء بحوثهم المتطورة جدا في هذا المفاعل المركز الثاني هو مركز السينكريترون وهو مركز إقليمي ليس مركز أردني لكن الأردن هو الدولة المضيفة هو يعمل منذ عام 2018 استقبل للآن مئة مجموعة بحثية من دول المنطقة من تركيا من قبرص من مصر من إيطاليا بعض مجموعات من إيران ومن الباكستان هذا المسارع الناوي يقدم أفضل المرافق البحثية العلمية باستخدام الضوء شديد الكثافة لإجراء أضق الأبحاث العلمية وهو يعمل وناشط منذ عام 2018 بالنسبة لاستكشاف وتعدين اليورانيوم هذه الجهود أثمرت عن تحديد 42 ألف طن من الكعك الصفراء من اليورانيوم السطحي من تقريباً 5 إلى 25 متر في مناطق وسط الأردن خاني الزبيب وسواقا والفرق الأردنية وبكل جدارة استطاعت أن تشغل المصنع الريادي بسواقا بنجاح وهو الآن من ناحية تصميم العملية الصناعية والكيميائية هي مثبتة وستسجل كحق اختراع باسم شركة تعدين اليورانيوم الأردنية بالنسبة للمحطة الناوية حسب معايير الوكالة الدولية للطاقة الزرية محطة طاقة ناوية بامتد العمل فيها عبر عقدين على الأقل هناك خمس مراحل أساسية لإنشاء محطة ناوية من إنشاء البنية التحدية المتكاملة من اختيار موقع اختيار بدائل التبريد دراسة التكنولوجيا المناسبة ونحن الآن لدينا موقعان أولهما في محافظة المفرق في منطقة قصير عمرة وفي موقع آخر قريب باختصار معالي الأخ باختصار في عنا البنية التحتية للمحطة ناوية اكتملت نحن الآن نعمل على مفاعلات ناوية صغيرة ودراسة استخدامها في تحلية المياه وبالذات في منطقة العقبة بالنسبة لتطوير الموارد البشرية في عنا 151 مبتعة ماجستير والدكتوراه في أرقى المعاهد الناوية العالمية في روسيا في أمريكا في بريطانيا على نفقة تلك الدول ونحن نغطي تكاليف المعيشة شكرا 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 سعادة الزميل مغير شكرا سعادة الرئيس المفاعل نوي خطوة علمية رائعة يعني معليك تم ابتعاث ابتعاث 45 مهندس منذ ثلاث سنوات وأنهل برامجهم من سنين في بيوتهم علما بأنه تم ابتعاثهم للحاجة إلى تخصاتهم معليك أنت كنت في الميدان ونعدت الأردنيين ومصطلحات عكست احترامك للأردنيين بالكاد يعني ما عليك أنت من كوكب ثاني وليست من الأردن أنا إجابتي سعادة الرئيس تحويل أطلب تحويل المشروع برنته إلى الاستجواب شكرا شكرا إذن تحول سؤالك إلى استجواب شكرا سعادة الزميل سعادة الأمين العام تفضل ثامنا كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1152 تاريخ 9-2-2021 ومرفق وكتاب معالي وزير الأشغال العامة والإسكان جوابا على السؤال رقم 104 والسؤال رقم 118 والمقدمان من سعادة النائب الدكتور عيد النعيمات معالي وزير التلميس السياسي تفضل شكرا سعادة الرئيس أنا تكلمت ودينا كتاب وتكلمت مع سعادة النائب لأنه بسبب سفر وزير الأشغال ووزير الصناعة والتجارة إلى بغداد في مهمة رسمية نعتذر وأطلب إذا سمحت تأجيل السؤال للمرة القادمة سعادة الزميل دكتور عيد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الآن كان سؤالي حول المستشفى معاني العسكري هذا المستشفى الذي جاء بعد مطالبات مجتمعية ملحة تنادى إليها صاحب الجلالة وأمر بإنشاء هذا المستشفى الذي يتألف من 150 سريراً فوجئنا في نهاية العام 2020 أن اللجنة أو الوزارة المشرفة على هذا المستشفى قد اختصرت الطابقين الثالث والرابع من المستشفى وبالتالي اختصر عدد السر إلى 75 سريراً هذا كان مفاجئ لأبناء المجتمع سعادة الزميل دكتور عيد بس أوضح توضيح يعني عارف أنه عارف الإجابة بس عارف الوزير الله يرجعه بالسلامة غائبة لا إذا أردت مناقشته أو أنك تنتظر إلى حين والله أنا الإجابات اللي كانت عندي هي إجابات وافية نعم ولكن بما أنه في مطالبات شعبية من أبناء المحافظة والمجتمع المحلي محافظة معان والبادة الجنوبية حول السماع من الوزير عينه أو عن هذه الإجابات لذلك أجل السماع للإجابة من الحكومة الموقرة لحين وصول الوزير من صفرته عاده الله بخير إن شاء الله وشكراً أشكرك سعادة الأخ تاسعاً كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1153 تاريخ 9-2-2021 ومرفق كتاب معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية جواباً على السؤال رقم 81 والمقدم من سعادة النائب السيد عبدالله عوات سعادة الزميل المحترم عبدالله عوات تفضل شكراً سعادة الرئيس الموضوع اللي بداحك فيه موضوع كاربة الريف واللي بخص جميع الأردنيين من العقبة إلى الرمثة ومن الأغوار إلى الرويشد تم إنشاء صندوق الريف عام 1992 وكانت الغاية منه إيصال التيار الكهربائي للمنازل والتجمعات خارج التنظيم وداخل التنظيم من عام 1992 ولغاية 2019 تم تغيير الأسس أكثر من عشر مرات مرة خمس منازل مرة عشر منازل مرة تجمعات مرة لازم تروح تجيب شهادة إنك شحاد عشان يعطوك عمودين لكاربة الريف من ضمن الأسس الموجودة وهذا الحكي لا يجوز لأن هذا المشروع تم إنشاؤه لإيصال التيار الكهربائي لكل مواطن أردني يعني من حق كل مواطن أردني هذه المشاريع تم إنشاؤها على حساب كهرباء الريف وتتم تسليمها إلى شركات التوزيع علماً هذا الحكي لا يجوز لأنها شركات خاصة هذه الشركات المفروض يتقدم هذه الخدمة ليس نحن على حساب المواطن بتكلفوا في أعمد وفي محطات تحويل وغيره وغيره وكل في عالية جداً ويتم تسليمها إلى شركات التوزيع وفي الآخر شركة التوزيع مجرد ما ضوة اللمبة عليك بيبلش العداد عد ومع ذلك المواطن مطالع لعمود أو عمودين أو ثلاث عمدان في الطفيلة أو في الغور أو في العقبة أو في الرمثة أو في أي مكان بكون المواطن عمر له خلقة بيت وألا وكي لك مو مقصور بصار مو مقصور والشبابيك وجايبهم من الرجيب بيجي بقول لك عندك ثلاث عمدان بألف ليرة أنا من هنا أجيب ألف ليرة مش هنت ثلاث عمدان أظور من هنا من أجيبهم يعني جزء من الفلوس سايب تروح للإنارة أنا المواطن أهم من الإنارة لأنه هاي الفلوس من المواطن الإنارة المفروض تكون على حساب الحكومة مش على حساب المواطن هذا كلام لا يجوز أنا هون بطالب إيصال التيار الكهربائي لأي مواطن داخل التنظيم أو خارج التنظيم وهذا من حقه وهذه الخدمة من جيب المواطن مش مني من الحكومة وشكرا بتحب تسمع إيجابة بحب أسمع الإجابة بس الإجابة اللي وصلت لي غير كافية طيب خلينا نسمع منها تفضل معالي وزارة الطاقة سعادة الرئيس وسعادة الإخوات والأخوان النواب سعادة النائب عبد الله عواد الأسئلة اللي وصلت من سعادة النائب كانت تتحدث عن المبالغ المحصلة من الريف من فلسل ريف خلال السنوات الخمسة الماضية وتم تزويد المبالغ سنويا لأنه طلب من الخمس سنوات الماضية تم تزويدها من خلال قائمة مزودة لسعادة النائب وتم توضيح بأنه جميع ما يدخل من فلسل ريف يذهب إلى حساب الإيرادة العام بخزينة المملكة الأردنية الهاشمية ليتم الصرف حسب النظام المالي الحكومي على مشاريع فلسل ريف سؤال الثاني لسعادة النائب كان عن المشاريع المنفدة من كهرباء فلسل ريف وحصة المواطن الأردني فكانت الإجابة بأنه وكان الطلب ما هي هذه المشاريع خلال الخمس سنوات الماضية فتم التوضيح من خلال الإجابة بأنه بلغ عدد المستفيدين خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 18 ألف مستفيد والرقم بالذات 17 ألف وتسعمية وأربعة وتسعين مستفيد ولما طلب حصة المواطن الأردني المنازل المستفيدة كانت 17 ألف وتمانمية وتلاتة وسبعين منزل فهذا كان السؤال الثاني التي تم التغطيته أما السؤال الثالث الذي تحدث عن الأسس المتابعة وللعلم فلسل ريف جاء في السبعينات وكان بناء على طلب من عدد من النواب في المجلس النيابي الحادي عشر وبناء على ذلك تم تلبية طلب النواب بإنشاء فلسل ريف لكنه توقف عن العمل في الأربعة وتمانين ومن ثم عاد للعمل سنة التينين وتسعين زي ما تفضل سعادة النائب يتم تعديل الأسس المتابعة في فلسل ريف حسب الحاجة وحسب الحال وللعلم فلسل ريف أوصل الأردن إلى مرتبة متقدمة بإيصال التيار الكهربائي للمواطنين حيث تصل اليوم لأكثر من تسعة وتسعين بالمئة من المواطنين وهي نسبة عالية جداً نحن نفخر فيها لذلك نعتبر بأنه مشروع فلسل ريف هو مشروع رائد بامتياز الأسس زي ما قلت تتغير حسب الحاجة وحسب ما من راقب واقع الحال وكان آخر تغيير هو الأسبوع الماضي حيث وافق مجلس الوزراء الموقر على إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكة للتجمعات السكنية المكونة من خمس منازل بحد أدنى بعد أن كانت عشر منازل ونحن نأمل أنه هذا يرجع يوسع من شريحة المواطنين المستفيدين من هذا المشروع شكراً ساعدة الرئيس شكراً ساعدة الزميل تفضل لو سمح أول شيء المجلس الـ 11 كان في الـ 89 مش في الـ 70 بس هي تصحيح للمعلوم صحيح أنه هذا القرار تخذ في المجلس الـ 11 11 كان في الـ 89 الشغل الثاني أنه أنا الآن أريد أن أبني بيت أنا في إحدى القرى في أرضي خارج التنظيم أريد أن أبني بيت من هنا أجيب عشرة أقول لهم أترجعهم تعالوا سكنوا جنبي لكي أتوصل لي كهربائي أنا من هنا أجيب بس سؤال من هنا أجيب أنا عشر بيوت الآن النظام يقول عشر بيوت أو تجيب شهادة إنك شحاب من هنا أجيب من هنا أجيب أنا عشر بيوت لكي أوصل لتيار كهربائي أو خمس بيوت يعني تعديل الأسس تعديل الأسس تعديل الأسس المواطن من حقه يوصلوا كهرباء زي ما أنت بتنير الشوارع وهذه المبالغ بتروح لإنار الشوارع ولو مشاريع أخرى في عندي هنا في الإجابة مشاريع أخرى أنا ما أسألت شيء المشاريع وما بهمني شيء المشاريع إذا مشاريع للبلد أنا ما بهمني بهمني المواطن يوصلوا كهرباء أما أنا خمس بيوت عشر بيوت يعني التغيير ما هو معمول به حاليا لا يجوز هذا مطالب أن يكون لكل بيت باستحق أن يأخذ كهراء شكرا عاشرا كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1192 تاريخ 112 2021 ومرفق وكتاب معالي وزير الصحة جوابا على السؤال رقم 82 والمقدم من سعادة النائب الدكتور فريد حداد سعادة الزميل الدكتور فريد حداد تفضل سعادة الرئيس الأخوة الأفاضل بداية أرجو أن تعرض السلايد اللي فيها الجداول إذ تكرمت وكما تعلمون جميعا كلنا تحدثنا في موضوع الترهل الإداري وإدارة المال العام والمشاريع الاستثمارية ووجود سياسات مستقبلية حقيقية للنهوض باقتصادنا وحتى لا يكون قولنا لغوا وحديثنا لا سمح الله تهجما حول الترهل الإداري وحتى نكون قد أصبنا بحديثنا السابق عن تقاعس الوزارات السابقة وندعو الله أن لا تكون اللاحقة بأن نستثمر موازنات الوزارات على شكل مشاريع استثمارية رأسمالية عوضاً عن صرفها كنفقات جارية ينتفع بها الآخرين أحب أن أنوه هنا أولاً إنني أتحدث بالشق الأول من أسؤالي عن ثلاث سنوات ماضية وقد لا تكون هذه مسؤولية هذه الوزارة ولأمراض محددة وليست كل الأمراض ولكني أعطيتها أهمية لما تحمله في داخلها من تجاوزات وحجم دفوعات دعونا أن ننظر إلى الأرقام وجميع هذه الأرقام واردة من الحكومة واللون الأصفر يضيء على خانة الملايين أرجو أن نتابع جميعاً في أسؤالي رقم واحد وهو الشق الأول من أسئلتي كان سؤالي كالآتي للحكومة ولوزارة الصحة أرجو تزويدي بكشف تفصيلي للمبالغ المدفوعة من قبل وزارة الصحة خلال آخر ثلاثة سنوات 18-19-20 عن تكلفة كل من الآتي تكلفة علاج مرضى الكلاب القطاع الخاص وأعني ذلك بعد أن تمتلئ أقسام الكلاب في الوزارة ماذا ندفع للقطاع الخاص تكلفة علاج مرضى أمراض الدم والأورام المعالجين بالقطاعات الحكومية خارج الوزارة تكلفة علاج مرضى الدرج الخاصة لدى القطاع الخاص وأعني بها هنا الدرج الأولى أي المرضى المؤمنين بالدرج الأولى والذين يتعالجون بالقطاع الخاص والدرج العليا الوزراء والنواب وذوي الدرج العليا من التصنيف تكلفة علاج مرضى المحولين إلى القطاع الخاص بسبب عدم توفر الاختصاص والأسرة وهذا شيء مهم يتم أثناء المناوبات بحيث تقوم الأطباء المناوبين بإرسال المرضى إلى القطاع الخاص وقد يكون هناك بعض التلاعبات والتجاوزات التي لا نرضاها بحيث أنه يصار إلى إرسال الأطباء إلى أشخاص المرضى إلى أشخاص معينين هذا هو الشق الأول من سؤالي وكانت الإجابة كالآتي أرجو متابعة الجدولين التي يعلنان على الشاشة أولا في الجدول الأول مرضى الكلا المؤمنين في القطاع الخاص سنة ثمنطاش وتسعطاش وعشرين ما مجموعه بعد علاج الوزارة لهم خمستعشر مليون دينار مرضى الحكومة المحولين للقطاع الخاص والذي يعبر عن نقص الأسرة وعدم وجود الإختصاص المناسب ما يقارب اهدعشر مليون دينار علاج المرضى المؤنمين للدرجة الأولى وهنا أريد أن أنوه أن المستشفيات الخاصة وعقد تأمين هؤلاء المرضى من الدرجة الأولى يطالبهم بأن يدفعوا نسبي للمستشفيات فإذا دخلوا المستشفى يعفوه من النسبي فيلجأ المرضى ويلجأ الأطب لإدخال صوري للمرضى للمستشفيات القطاع الخاص لكي يعفوه من النسبي التي تستحق على المريض ولذلك إذا أخذناها بشكل عامودي نجد أنه ضفع في خلال ثلاث سنوات ستة عشرين مليون دينار أما مجموع ما دفع من الأمراض الثلاثة وخصوصا الكيلة والمحولين وذوي الدرجة الأولى خلال ثلاثة سنوات سبعة وخمسين مليون دينار أي أنه بما يقارب عشرين مليون دينار سنويا ألم يكن الأفضل بدل نزف الموازنات أن نعمل مستشفى آخر كل عام أو إضافات إلى مستشفياتنا الحكومية لوقف النزيف في موازنات وزارة الصحة وهذا سؤال موجه لمعاني الوزير والحكومة أما الأمر الثاني والتي يحمل بداخلها الأرقام المرعبة الأرقام المرعبة فهو تكلفة علاج مرضى الأمراض الدم والأورام للقطاعات الحكومة دعونا نشاهد ومرة أخرى اللون الأصفر للملايين فالجهات التي تستقبل مرضى الأورام والدم مركز الحسين للسرطان بمعدل مئة مليون دينار سنوي تدفع وزارة الصحة لمركز الحسين للسرطان ما مجموعه خلال ثلاث سنوات ثلاثمية وعشر مليون لو قلنا عشر سنين ماضية كنا دفعنا من وزارة الصحة مليار دينار أردني مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي ما مجموعه بثلاثة سنوات واحد وعشرين مليون بسعر مستشفى بالقطاع الخاص التي عرض كثيرا منها للبيع مستشفى الجامعة سبعت عشر مليون وستة بالعشرة مجموع ما دفع خلال ثلاثة سنوات ثلاثمية وثلاثة واربعين مليون دينار دعونا نقسمها بما معدل كل سنة ما يزيد عن مئة مليون دينار وهذا يشكل عشرين بالمئة من موازنة وزارة الصحة ألم نحلاحظ أن خمس أو سدس موازنة وزارة الصحة تدفع للعلاج الأورام وأمراض الدم سنويا نحن لسنا ضد هذه المستشفيات بل نحييها ونشد على أيديها ولكن موازنات وزارة الصحة والمال العام يجب أن يدار بطريقة أفضل مما نشاهد هل توجد نية لبناء مستشفى أمراض دم وأورام حكومي يبقي الوزارة ومالها ومرضاها داخل وزارتنا ولا سيما أن هذه هي أعباء متراكمة على صندوق التأمين الصحي الذي أغبلغني مسؤوليه بأن دينه العام تجاوز نصف مليار دينار لغاية الآن هذا ما يخص الشطر الأول من الأسئلة أما الجزء الثاني من الأسئلة فهو يرتبط بالكورونا ويعني هذه الحكومة وهو السؤال الثاني والثالث والرابع وكان نصهم كالآتي كم بلغ تكاليف علاج مرض الكورونا لدى القطاع الخاص أجاب معاني وزير وأعجبتني الإجابة بأنه لا يوجد ولكنها مطالبات سننظر بها السؤال الثالث الذي من ضمن هذه المجموعة كم دفع لمستشفى القاردنز الخاص المعتمد للكورونا عن شهري 11 و12 وكان هذا فقط المبلغ المدفوع حين سألت السؤال وطلبت في حينها أن ترفق الإجابة باتفاقية المبرمة مع المستشفى وأنا لم أستقبل الاتفاقية لكنني بحثت عن محتواها ووردتني المعلومات التالية العقد كان لأربعة شهور وسينتهي بعد 15 يوما عن شهر 11 و12 عن عام العشرين وواحد واثنين عن عام الواحد وعشرين أعتقد أنها ستنتهي بمنتصف آذار وهذه الاتفاقية تنص على عقد بين الوزارة ومستشفى القاردنز بأن يصار إلى استيجار المستشفى ويدفع ما مجموعه وقد وردت الإجابة من الحكومة بأنه دفع عن شهرين واحد 0.7 مليون دينار عن شهرين وما زال أمامنا شهرين كل شهر ندفع ما يقارب 850 ألف دينار للمستشفى وأيضا هذا المستشفى الاتفاقية لم تظهر لديه ولكن سعة المستشفى فقط 160 والاتفاقية عبرمت مع 180 لأن أتحفظ على أرقام هذه لأن الاتفاقية لم تصني وأوجه عناية الوزارة بأنني بحاجة لا الأمر الثاني والمهم في هذا الموضوع أن مرضى الأي سي يو لا يحسب في الاتفاقية فخيرا وهذا الشيء ينقلني للسؤال الرابع كم دفع على المستشفيات الميدانية وتجهيزها كانت دفع ما يقارب 24 مليون عن ثلاثة مستشفيات المستشفى الذي يوجد في عمان في محيط مستشفى الأمير حمزة يسعى تتسع إلى 408 سرير منهم 80 سرير آي سيو ما هو الداعي للإبقاء على اتفاقية الاتفاقية مع مستشفى القاردنز علماً أن أحد نصوص الاتفاقية تسمح بفسق الاتفاقية قبل عشر تيام من انتهاء وهذا هو الزمن المناسب السؤال الخامس كان السؤال والأخير عن كم بيعت أثاث مستشفى الزرقاء الحكومي السابق وهو بينغوسين الحووز وردتني الإجابة أنها لغير الطبي من الآثاث بيعت بقيمة 8000 دينار أنا أنتظر إجابة مهمة من معالي الوزير والتفسير واضح عن كل ما ورد في أسئلتي ومراحباتي الحالية وأربط إجابة نهائية بإجابته عن عقده القادم تجديده أو إيقافه مع مستشفى القاردز وأنتظر الإجابة ولك كل شكرا شكرا سعادة الزميل محترم نسمع معالي وزير الصحة رد معالي وزير الصحة تفضل شكرا سعادة الرئيس شكرا سعادة دكتور النائب المحترم يعني من الواضح أن العلاج المرضى في القطاعات الأخرى لا تعني بالضرور الهدر للمال يعني خاصة في ظل النقص الشديد في الاختصاصات وهذا ليس سرا ويعني من المعروف بأن الاختصاصات الفرعية والاختصاصات الدقيقة خاصة يتعلق بالأورام والسلطان هو يعني نقص شديد ولا يوجد خصائي تكفي ل عشر بالمئة من المرة لذلك كان لابد من الذهاب والتعاقد باتفاقيات معينة مع مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات القطاع العام الأخرى ومستشفيات القطاع العام الأخرى هي ليست مستشفيات بعيدة عن الحكومة وهذه المستشفيات كما تعلموا هي تقدم خدمات جليلة للمواطنين سواء كان علاجية أو تعليمية ونحن فخورون بأن هذه المراكز تقدم خدمات تعليمية وخرجت الكثير وأعتقد أنه سعاد النائب المحترم هو أحد خريجي هذه الجامعات وهذه المستشفيات ويعني أنا فخور بهذه المستشفيات ما دام نحن بحاجة وأعتقد أنه الموضوع لا يحل ببناء مستشفيات ولا يحل بفقط بناء مراكز لهذه المعالجات الموضوع أكبر أكبر من ذلك علينا أن نعمل جميعا مستقبلا وهذا ما بدأت في وزارة الصحة بالتوسع ببرامج التدريب وخاصة في الاختصاصات الفرعية والاختصاصات الدقيقة والتحدي الآخر هو كيف تستطيع وزارة الصحة الاحتفاظ بهذه التخصصات الفرعية والاقتصائيين وكيف لنا أن ننافس القطاع الخاص وكيف لنا أن ننافس دول أخرى تجتذب كل من يتدرب وكل من يتأهل للقيام بهذه المهام في خدمة المرضى وعلاجهم أعتقد لابد من وجود خطة طموحة في وزارة الصحة لمعالجة هذا الموضوع وهذا لا يكفيه قرارات ولا يكفيه شهر أو شهرين أو اتخاذ قرارات معينة وخاصة بهذا الموضوع أنا آسف على ما يتعلق بموضوع الاتفاقية إنها لم تزود لسعادة النائب وأنا سأقوم بتزويد بهذا الموضوع وبما يتعلق بمستشفى المبالغ التي تكلم عنها سعادة النائب هي لشهرين وهي تضم الأسرة الأسرة العزل وأسرة العناية المتوسطة وكذلك أسرة العناية المركزة يعني كانت الاتفاقية تشير إلى أن السرير العادي وسرير العزل في مبلغ معين وهذا المبلغ حوالي يعني بالمجمل 125 دينار إذا ما أخذنا العدد الكلي للأسرة وبما يتعلق بعلاج المرضى في العناية المركزة كان حسب اتفاقيتنا مع المستشفيات الخاصة بشكل عام مع الطلب من المستشفى بخصم خاص إضافة عن الخصم مع المستشفيات الخاصة يعني الموضوع أنه كنا في صدد وقف الاتفاقي مع مستشفى الجاردنز لكن مع صعود الحالات وزيادة في عدد الحالات الحالية صحيح أنه لدينا زيادة في عدد الأسرة من خلال المستشفيات الميدانية يجب أن ندرس الموضوع بعناية قبل أن نتخذ يعني قرار متسرع بوقف العمل مع هذا المستشفى واللي بعتقد كانت تجربة أنا اعتقادي الشخصي أنها كانت تجربة جيدة لكن إذا ما توصلنا أنه عدد الأسرة الموجود حاليا قد يكفي لهذه الجائحة التي اليوم أصبحنا نعاني من السلال الجديد والمنتشرة وتنتشر بسرعة كبيرة وقد يكون هناك أعداد كبيرة من مرضى يجب علينا أن نتخذ القرار المناسب بهذا الموضوع ويعني بعتقد أني أنهيت وشكرا سعادة الرئيس سعادة دكتور تفضل دكتور فريد حقيقة أضم صوتي إلى معاني الوزير وأنا بفتخر في كل المستشفيات والمؤسسات الطبية والصحية اللي ذكرتها ولكن وأنا أعتز كمان أنني خريجي الجامعة الأردنية لكن ما يعنيني هنا كيف نرسم سياسات الوزارات وكيف نبني استراتيجيات الوزارات وأعرف أن معاني الوزير ليس في الزمن اللي أنا حددته في الثلاث سنوات وموضوع التنمية البنية التحتية للقطاع الصحي لنتمكن من أن ننافس وأن نبقى موجودين ونوظف أبنائنا وهذه عبارة عن إشارة ويقدمها لصانع القرار والأمر الثاني والمهم الذي يهمني هنا كيف نقدم على التفكير وهذا حق لكل مواطن وأنا أشجعه إلى بناء تأمين صحي شامل ولا نؤسس لبنية تحتية قادرة على استععاب كل شعبنا أنا أحيي مع الوزير وأشكره أترك هذه المعلومات على طاولة صانع القرار ولكم كل الشكر شكراً دكتور فريد الأمين العام زميلة بالله حادي عشر كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1197 تاريخ 11-2-2021 ومرفق كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وكتاب عطوفة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة جواباً على السؤال رقم 87 والمقدم من سعادة النائب المهندس هيثم الزيادين معالي وزير التنمية السياسية تفضل شكراً سعادة الرئيس كما ذكرت في ردي السابق إنه معالي وزير الصناعة معالي وزير الصناعة ومعالي وزير الأشغال في مهمة رسمية في بغداد وبطلب من سعادة النائب هيثم زيادين في إمكانية تأجيل السؤال لحين عودتهم زميل هيثم سعادة الزميل هيثم مش موجودة هيثم تفضل شكراً سعادة الرئيس لقد تم الاتصال من قبل معالي وزير الشؤون السياسية وبرلمانية المعالي الأخموس المعايطة بتوجيه طلب إلى سعادة رئيس المجلس ولي بتأجيل مناقشة السؤال لعدم وجود معالي وزير الصناعة والتجارة بس أود أن ألفت انتباه الزملاء الكرام إلى أن السؤال كان متعلق بشركة نافذ للخدمات اللوجستية وأطلب سعادة الرئيس بعد إذ ذك أن يكون بالإضافة إلى معالي وزير الصناعة والتجارة رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية في الجلس إذن تطلب تأجيل السؤال نعم لا مانع شكراً الأمين العام تفضل ثاني عشر كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1201 تاريخ 11-2-2021 ومرفق كتاب معالي وزير الصحة جواباً على السؤال رقم 83 والمقدم من سعادة النائب دكتور محمد الخلائلة سعادة الزميل دكتور محمد الخلائلة تفضل سعادة الزميل بسم الله الرحمن الرحيم الله يعطيكم العافية جميعاً سؤالي كان عن مستشفى الأمير فيصل قسم الطوارئ وعن قسم الأسنان أشكر معالي الوزير على تجاوبه السريع وتصويب الأوضاع من خلال الكتب الرسمية حيث أنني أكتفي بإجابة معاليه شاكراً لجهوده والله يعطيكم العافية شكراً سعادة الزميل الأمين العام تفضل الثالث عشر كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1194 تاريخ 11-2-2021 ومرفقه كتاب عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية جواباً على السؤال رقم 40 والمقدم من سعادة النائب دكتور هايل إياس أرجو من الزملاء الدخول أرجو من الزملاء الدخول فايزة بالله إذا سمحت بس دقيقتين أرجو من الزملاء الدخول زيد إذا سمحت بالله إذا سمحت تفضل تفضل أرجو من الزملاء الدخول عدم الخروج زيد تفضلوا الأمين العام إعادة السؤال ثالث عشر كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1194 تاريخ 11-2-2021 ومرفقه كتاب عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية جواباً على السؤال رقم 40 والمقدم من سعادة النائب الدكتور هايل عياش سعادة الزميل دكتور هايل تفضل تفضل صباح الخير لا أعطيكم العافية سعادة الرئيس بالنسبة للسؤال الأول كم عدد الذين تم إيقاف قرار تعيينهم أكتفي بالإجابة على هذه السؤال وهو 1901 لوزارة التربية و399 للوزارات الأخرى أما بالنسبة للسؤال الثاني أعتقد أنه من الخطأ تشكيل لجنة والاكتفاء فقط بدعوتهم للتعيين كون السؤال هل هناك نية لدى الحكومة لاستكمال إجراءات تعيينهم؟ أعتقد كما قلت سابقا أنه من الخطأ تشكيل لجنة والاكتفاء فقط بدعوتهم للتعيين كونهم أكبر ومراحل السير بإجراءات التعيين والقيام بدعوتهم وأعطاء أمر مباشر للعمل لهم علما بأنه لو يوجد كتاب داخلي صادر عن عطفة رئيس ديوان للعمل بالتريث بإجراءات استكبال التعيين أعتقد أن هناك كتاب من دولة الرئيس في حقية التعيين لهم وما هذا الكتاب يا عطفة دكتور السيد سامح الناصر؟ لماذا هذا الكتاب الآن؟ وما الغاية منه من عطفة السيد سامح الناصر؟ أرجو الإجابة على هذا الكتاب وأعطى جواب مقنع لإنصاف هؤلاء الأشخاص وأعطاهم حقهم بالوظائف الحكومية شكرا سعد الرئيس شكرا الآن السؤال القادم للدكتور أحمد الخلالة دكتور يستأذنكم زميلكم الأخ جعفر ربابعة أن يقدم سؤاله على سؤالك لأنه لديه ظرف طارق إذا تسمحت ذلك نعطيه الحق ثم نعطيك بعده لديه ظرف طارق تفضل ساعة الزميل تفضل ساعة الزميلة يتحدث هاي الحديث عسيتي اتفضل الأخ ما فيه أي مشكلة نعم تفضل دكتور هايل أجاوبني عطفة للسيد سامح الناصر الكتاب الداخلي اللي أصدر بالتريث بإجراءات التعيين أرجو الإجابة للسيد سامح أنت قلت بكتفي بداية حديثك بس لأنك أكتفي بالنسبة للسؤال الأول نعم تفضل تفضل هاي ساعة الزميلة رئيس دوال خدمة المدنية تفضل تفضل وفي ذلك شأن العالم بالنسبة للتعامل مع جائحة كورونا وبالتالي تم التركيز خلال الفترة الماضية على توفير كافة الإمكانيات سواء المالية أو بشرية للتركيز بهذا الجانب نحن صحيح كان هناك إجراءات مشينا فيها على ضوء صدور قرار مجلس وزراء وأوامر الدفاع بإرجاء التعيينات اللي مرت في عدة مراحل تم إيقاف كل الإجراءات وهذا شمل كل الأنواع التعيينات تم حالات مختلفة بما في ذلك الحالات الإنسانية وحتى حالات مختلفة نحن كنا صدر قرار من مجلس وزراء بالمحافظة على أحقيات المرشحين حتى اللي بتجاوزوا العمر المقرر أو اللي بتتهي فعالية الامتحان التنافسي بحيث أنه حتى لو تجاوزوا هذه المدد يتم الإبقاء على ترشيحهم صدر قرار مجلس وزراء 1522 بشهر أيلول أنه نستكمل إجراءات على أن تكون مباشرة بعد 1-2-2021 ثم صدر على ضوء ذلك تعميم من الديوان لاستكمال الإجراءات وأيضا معالي نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية كمان أصدر تعميم بذات الاتجاه ثم على ضوء صدور بلاغ الموازنة راقب 15 اللي حدد ضرورة استمرار بضبط التعيينات واختصارها على وزارة التربية والصحة والأبي الحمزة المساشفة يعني وظلت الدخل كتبت أنا زي ما تفضلت ساعاتك أنه نتريث في الإجراءات لأنه صار في عنا مسجد جديد لكن إحنا منعتقد أنه هناك في صح أنه في ظروف استثنائية تمر فيها المملكة وظروف مالية صعبة لكن في بعض الإمكانيات اللي نتعامل مع بعض المؤسسات خصوصاً اللي خارج قانون الموازنة البلديات بعض المؤسسات اللي ممكن إحنا ندرس حالتها بالتنسيق مع وزارة المالية وإدارة تطوير أداء المؤسسي في رئاسة الوزراء ومن هنا خاطبنا دوت الرئيس لتشكيل اللجنة حتى تدرس كل هذه الحالات وترفع توصيات محددة مين هي المؤسسات اللي ممكن فعلاً إحنا نستقبل إجراءات تعين فيها خاصة أنه هذه الدوائر لا تتقاضى أي مخصصات من الموازنة العامة للحكومة وأيضاً بعض الجهات الأخرى وسيتم على ضوء تقرير هذه اللجنة رفع التقرير إحنا بتنسيق مع معالي رئيس مجلس الخدمية نطرحه في مجلس الخدمة بداية لأنه معالي وزير المالية موجود ومن ثم يرفع الأمر لصاحب الولاية مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب شكراً أصحابكم شكراً تفضل دكتور هايل سعاد تزميل بشكر عطفتي سيد سامح الناصر على الإجابة ولكن بتأمل من رئيس الوزراء تعين من تم شمولهم بهذا القرار خوفاً عن مصالحهم وحقيتهم بالتعين شكراً لكم شكراً دكتور لمي العام ثامن عشر كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1356 تاريخ 17-2-2021 ومرفق كتاب معالي وزير الصحة جواباً على السؤال رقم 160 والمقدم من سعادة النائب السيد جعفر ربابع سعادة الزميل جعفر ربابع تفضل أشكرك سعادة الرئيس سؤالي كان واضحاً وجلياً لمعالي وزير الصحة الأكرم كم عدد المراكز الصحية الشاملة والأولية في لواء الكرة وتوزيعها كم عدد مراجعي المراكز الصحية الشاملة والأولية من تاريخ 1-1-2021 ولغاية تاريخه هذا الجواب كان أيضاً واضحاً وجلياً ولكني أريد أن أوضح أكثر من أمر والذي كان هذا هو مراد من السؤال التجمعات السكانية في لواء الكرة يعلمها معالي الوزير تجمعات كبيرة وفيها كثافة سكانية ويخدمهم 11 مركز صحي أولي يعني بطبيب واحد فقط طب عام بيجي كل يوم حسب الكشف المرفق اللي يجاني من وزارة الصحة تقريباً من 200 ل300 مراجع في قرية أيضاً الشامل عبارة عن مركزين شاملات مركز في كفر عوان ومركز في دير البسعيد الذي أيضاً في دير البسعيد موجود مستشفى الأميرة راية ولذلك أنا الذي أريده أن يكون هناك توزيع عادل وواضح وجلي في موضوع المراكز الصحية الشاملة بالنسبة لعدد السكان فأقول مثلاً قرية بيت إيدس قرية كفر راكب قرية الأشرفية 40 ألف مواطن نسبة المراجعين منهم 6585 مراجع للمراكز الصحية الأولية وكلها مراجعات تحويلية راح تكون لمين لمستشفى الأميرة راية الآن مستشفى الأميرة راية لا يستطيع أن يقوم بواجبه مع هؤلاء المراجعين لنقص الكوادر الموجود فيه كما قلت أيضاً أنا في خطاب الموازنة نقص الكوادر بالتخصصات الطبية والتمريضية حتى فبكون يشكل ضغط كبير عليهم أيضاً منطقة سموع زمال كفر كيفيا جنين الصفا 30 ألف مواطن مراجعين مراكز الصحية الأولية 4818 بشهر واحد كلهم أيضاً تحويلي اجددت أيضاً مراجعينها 3286 بشهر وعدد سكانها 20 ألف وكلها أيضاً مراجعات تحويلية لمستشفى الأميرة راية وكأن مستشفى الأميرة راية هو مدينة الحسين الطبية وأنا أقول لمعالي الوزير المحترم المبجل أن مستشفى الأميرة راية يخدم فئة كبيرة جداً من هذا المجتمع ولا يستطيع أن يقوم بكل الواجب وأنا أقول مثلاً هذه التجمعات السكانية يجب أن يكون فيها مراكز صحية شاملة للتخفيف الوطع على مستشفى الأميرة راية هذا واحد اثنين حتى في المراجعات التحويلية من المراكز الأولية إلى مستشفى الأميرة راية بدي أفرض جدلاً أنه بحاجة صورة رنين صورة رنين ما فيه بلواء الكورة وبمستشفى لواء الكورة مركز رنين مغناطيسي في المستشفى ولا بالأغواء الشمالي بمستشفياتها ولا بلواء الطيبية وهذه لنصف مليون بني عدم الآن بدي يأخذ موعد من مستشفى أيدون العسكري أو من مستشفى الأميرة بسمة أو من مستشفى المليك المؤسس إن حصل على هذا بدي موعد سنة كاملة سنة كاملة بكون المريض الحمد لله رب العالمين صار عند رب العالمين ومنكر ومنكير صار عنده وبيسأله وامره تمام بالسنة ولذلك إحنا بنقول نخفف الوطع في هذا الموضوع بدنا تخصصات لمستشفى الأميرة راية واضحة وجلية في هذا الموضوع أيضا جهاز الرنين المغناطيسي واجب وجوده ويخدم الفئات الثلاثة اللي أنا حكيتها لواء الكورة والطيب والأغوار أيضا المراكز الصحية الشاملة في التجمعات السكانية ورفضها أيضا بتخصصين كل مركز صحي بعد إذنك سيدي أنا كإجابة وزير الصحة اكتفيت بها ولكن أريد أن أجلس مع وزير الصحة لتنظيم هذه الأمور التي طلبتها وبهذا أكون قد اكتفيت بإجابة الوزير شكرا سعادة الزميل الأمين العام رابع عشر كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1251 تاريخ 16-2-2021 ومرفق كتاب معالي وزير التربية والتعليم جوابا على السؤال رقم 93 والمقدم من سعادة النائب الدكتور أحمد الخلائل معالي الدكتور أحمد الخلائل تفضل سعادة الزميل الدكتور أحمد الخلائل بسم الله الرحمن الرحيم سعادة الرئيس الأخوة الزملاء إن شاء الله يا رب فالخير تقدمت بسؤال عن التغذية المدرسية كما نعلم جميعا بأن متلقي التغذية هم أبناءنا من الطلب الأعزاء ومقدم التغذية هي وزارة التعليم بأموال دافعي الضرائب الأردنية وعن طريق المورد مؤسسة وطنية غالية علينا جميعا وهي القوات المسلعة بسبب وباء كورونا توقفت أو يفترض أن تتوقف التغذية المدرسية والأموال المخصصة لهذه التغذية بعد شهر ثلاث من العام الفائد استمرت التغذية وقد نلتمس عذرا بأن أمور ومجريات الوباء وأحداث لم تكن معروفة لدى الوزارة استمرت أيضا في الفصل الثاني الماضي والفصل الأول الماضي بنفس النهج باستيراد هذه المادة للتغذية المدرسية وتوزيعها على الطلبة ليلة البارحة التقطت السلطة الرابعة وسائل الإعلام هذا الموضوع وقامت بطرح الكثير قد يكون بعضه صائبا والبعض الآخر غير صائب تفضلت وزارة التربية والتعليم ليلة البارحة في وقت متأخر بإصدار بيان يجاوب السلطة الرابعة وأيضا تم جوابي خطيا على هذا السؤال بعد التمحيص والتدقيق كان مقترحي على الأقل أن نتوقف زي ما تفضلنا سابقا بأن المورد هو قوات المسلحة الباسلة التي تحترمها جميعا والمتلقي هم أبنائنا والمال هو أموال دافعية الضرائب كنت أتقدم باقتراح لوزير التربية والتعليم بإيقاف والتريث باستيراد هذه المادة أو توقف صناعتها حتى نترقب مجريات الوباء القادم كانت إجابات الوزير من خلال المكتوب ومن خلال الاتصال مع مكتب الوزير ومعاليه واضحة وشفافة وجلت جميع الأمور التي كانت فيها ضفابية هنا وهناك أكتفي بالإجابة وبعض الأمور البسيطة أتواصل إن شاء الله مع معاي الوزير للإجابة عليها في مكتبه ووقته الخاص وشكرا جزيلا أشكرك سعادة الدكتور الأمين العام خامس عشر كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1250 تاريخ 16-2021 ومرفقه كتاب معالي وزير الصحة جوابا على السؤال رقم 95 والمقدم سعادة النائب الدكتور أحمد عشا سعادة الزميل الدكتور أحمد عشا تفضل السلام عليكم سؤالي جاء انطلاقا من إيماننا بالمسؤولية الطبية وضرورة الحفاظ على حقوق المرأة المرضى والقطاع الطبي مما يساهم في تشجيع الأطباء للإجتهاد بالبحث العلمي وضبط أخلاقية المهنة وعمليتها وصولا إلى تقليل الأخطاء الطبية وحفاظا على حياة المريض فكان السؤال يعني مكون من أربعة أسئلة فمعالي الوزير جزاه الله خيرا يعني أجاب وجوابه كافي أكتفي بالإجابة شكرا دكتور سادس عشر كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1254 تاريخ 16-2021 ومرفقه كتاب معالي وزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار جوابا على السؤال رقم 103 والمقدم سعادة النائب السيدة زينب لبدول سعادة الزميلة زينب تفضلي شكرا سعادة الرئيس بس قدم الصوت مشان الصوت نسمعك شكرا سعادة الرئيس كما أشكر سعادة معالي وزير العمل والاستثمار أرجو من الزملاء عدم الخروج أرجو من الزملاء إذا سمحتوا شكرا سعادة الرئيس كما أشكر معالي وزير العمل والاستثمار على على الإجابة أولا أود أن بعض التعليقات والملاحظات حول ما وردني من إجابة الوزير الإجابة كانت ملخصة وكانت كما وردني هي عبارة عن فكرة وكانت تتورد إلى المخيلة ولكن ويمكن العمل عليها وتطبيقها وهذه لفتة جيدة وفكرة رائعة جدا من معاليه فقد لفت تصريحاته من رأي العام والقطاع السياحي لهمية البترة وضرورة التخطيط لإنشاء مشروع سياحي مركزي استثماري فيها يضم مختلف الأنشطة والخدمات السياحية بمعايير عالمية ولكن يجب أن لا نكتفي من خلال الفكرة التي تم طرحها وأدعو إلى مزيد من الإجراءات لتحسين الواقع السياحي شكرا تفضل معالي وزير العمل وزير الاستثمار بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى سعادة رئيس مجلس نواب الأكرم والأخوة أصحاب السعادة أشكر سعادة النائب على سؤالها يمكن استكمالا للحديث اللي ابتدأته سعادة النائب صفاء المومني حول معضلة البطالة في المملكة الأردنية الهجمية اليوم أخواني نحن حكينا قبل شوي بأن الحل المنطقي والمستدام لمشكلة البطالة في المملكة هو الاستثمار والتنمية المحلية ومحلية التنمية هذه الفكرة هي فكرة للبناء على أثر مهم ومحترم وقيم هو البطراء الفكرة ببساطة شديدة هو أن كل الدول في العالم تتنافس على الصياحات والتنافس أولا على جذب السائح ومن ثم زيادة مدة بقاءه في الموقع السياحي أو الدولة أو المقصد السياحي البطراء وجنوب الأردن شمال الأردن وسط الأردن بحاجة اليوم إلى مشاريع استثمارية استراتيجية قادرة على خلق فرص العمل جلالة الملك حفظه الله تكلم كثيرا عن أن البطراء من الممكن أن تكون مدينة مثلا للتصوير الصينمائي وتم إنتاج تقريبا سبع أفلام صور جزء كبير منها عالمية صور جزء كبير منها على أرض البطراء ونقلت الحضارة النبطية وتراث الأردني إلى العالم هذه الفكرة إذا شاء الله راح تكون من الأفكار اللي راح يدرسها مشروع أو صدوق الصيادي أو صدوق الاستثمار المنوي إن شاءه من هذه الحكومة وبالتالي راح يكون إن شاء الله فيه إلو حوارات معمقة بدأنا وتحدثنا مع الأخوة النواب المنطقة وتحدثنا أيضا مع سلطة قليم البطراء وهو لن يكون فقط لأهل البطراء أهلنا وأحبابنا وإنما ستكون هذه المدينة إذا قيض لها أن ترى النور ستكون مدينة لكل أبناء الأردن من شمالها إلى جنوبها ولن يقتصر هذا المشروع أو الرؤية الاستثمارية في الأردن على مشاريع فقط في البطراء وإنما جرش أيضا تستحق البلقاء تستحق معان تستحق وكثير من مدن المملكة تستحق أن نفكر بإنشاء مشاريع استثمارية استراتيجية فيها فإن شاء الله تعالى قريبا جدا بنبدأ الحوارات بشكل معمق ومع إنشاء الصندوق راح يكون هناك بإذن الله فرق عمل تدرس الفكرة وبالتشاور وبالتشارك مع أبناء المنطقة وأبناء القطاع الصياحي بشكل عام والأخوة في مجلس النواب والأعيان المعنيين بالاستثمار والاقتصاد والصياحة بحيث أنه يتبلور عندنا الفكرة وإذا ربنا شاء أنها تكون من مشاريع المئوية شكرا لكم سابع عشر كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1355 تاريخ 17-2-2021 ومرفق كتاب معالي وزير التربية والتعليم جوابا على السؤال رقم 114 والمقدم من سعادة النائب الدكتور إسماعيل المشاقبة سعادة الزميل الدكتور إسماعيل المشاقبة تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه بداية نشكر رئاسة المجلس على هذه الجلسة الجديدة ثم نعرج بشكرنا لمعالي وزير التربية والتعليم وفريقه على جهودهم للرد على هذا السؤال فكان السؤال حول فلسفة مجلس التعليم في تضخيم درجات الثانوية العامة في السنوات الأخيرة هذا السؤال الأول وأما الثاني هل هناك حقيقة دراسة اكتوارية حقيقية لمصلحة الوطن ولأبناء الوطن لأن النتائج في الحقيقة فيها إحباط لأبناء الوطن للأباء والأمهات أقول قرأت الرد وتتبعته فرأيت تطويلاً مملاً وحشواً مخلاً ولكني مع هذا اعتبرته من محاسن الفتوى فكان سؤالي واضحاً حول ازدحام العلامات في العالية هذا السؤال كان واضحاً وليس عن نسب النجاح كان السؤال عن العلامات المرتفعة تسعة وتسعين ومية واحتمال تكون فوق المية شوي ما أعرف ولكن كان بعض الإجابة عن نسب النجاح ففي العادة كنا نرى عادة كنا نرى طالبين اثنين ثلاثة أكثر بقليل من تجاوز معدل تسعة وتسعين ولكن المفاجأة لما رأينا من تجاوز السبعين طبعاً سبعين طالب تجاوزت علاماتهم المئة مئة يعني هذا حقيقة نذير خطر لا بد من التنبه له لأننا كنا حقيقة كنا نتغنى ونفتخر ونفاخر بالتعليم في الأردن هذا كنا نفتخر ونفاخر فيه على مستوى الأقليم لما نرى هذه العلامات الفلكية في الثنوية فهذا دليل إحنا كنا رأينا كيف تراجع التعليم من عقد من الزمن تقريباً تراجع التعليم عندنا هذا الارتفاع غير المنطقي وغير المبرر وغير مسبوق أربك الطلبة مع أولياء أمورهم بل أربك البلد كلها هذا الارتفاع يدفعنا الآن يدفعنا دفعاً لأن نعيد نظرتنا دعنا نسمع زميلنا الحمد لله على السلامتك أخ محمد السعودي الحمد لله على السلامة تفضل سعادة زميل شكراً إذن هذا الارتفاع يدفعنا دفعاً لأن نعيد نظرتنا لقدسية امتحان الثانوية العامة يعني مثلاً الذين تجاوزت معدلاتهم 97 لا مقاعدة لهم في الطب علماً أنه كان في السابق 97 في الطب 94-95 في الطب الآن 97-98 يا دور هممكن احتمال الاحتمالات 92 لا يحصل مقعد هندسة إذن السؤال هل هذه المؤدلات حقيقية مع الوزير وهل تصب في مصلحة الوطن والسؤال هل تتفق هذه مع الاستراتيجي الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي أطلقت برعاية ملكية سامية قبل عدة سنوات وهل بنظركم هذه الطفرة تتوافق وتتكامل مع التوجيهات والأولويات الوطنية الآن السؤال ماذا عن خيبة أمل الآباء والأمهات الأبناء الابن صار عبع على أبي محصل معدل 98 وصار عبع على أبي 97 وصار كارثة على أبي الآن الموازين حقيقة اختلت والله إني أخشى ما أخشاه يعني بانفجار هذه المشكلة الآن ستولد عندنا مشكلة وكنت قد توجهت سؤال للوزارة عن الدراسات التي استندت عليها حين دفعت الوزارة بالسماح بزيادة هذه العلامات يعني صار نرى مية عادي صار الأمر عادي والله أول ما شفت هذه العلامات فكرتها في دول أخرى ليس في الأردن طبعا جاء الجواب ذكروا لي تسعة أو ذكروا تسع نقاط ومن ضمنها كورونا طبعا صارت الحمد لله هذه الشماعة نعلق عليها كل شيء كورونا نعلق عليها كل شيء ولكن ما نعرفه من البديهيات والأبجديات لدى القائمين على الاختبارات الوطنية أن يبقى منحل المعدلات متقاربة مع السنوات السابقة هذا الأصل وكمان في رد آخر أوردوه أن هناك جهات أخرى لها علاقة في حاجة السوق نعم أنا أعلم أن هناك في حال الآن في جهات أخرى منها التعليم العالي منها وزارة العمل نعم أنا على يقين تام وهذا يقع ضمن اختصاص الجامعات ووزارة العمل نعم ولكن الآن هذا يتطلب مننا أن نتكامل بين هذه الوزارات الثلاثة أن نكون على دراسة متكاملة لأن الجامعة هي امتداد للمدارس فلابد أن يكون هناك امتداد وهناك تكامل بينها وبين سوق العمل مع وزارة العمل هذا الذي أراه وإن شاء الله سيكون لي وقفة مع وزارة التعليم العالي بإذن الله في حاجة سوق العمل وسعيه نحو تعديل الهرم المقلوب الآن صورنا نشوف أنه هرم مقلوب لازم نشوف الآن ما هي خطتهم ودراستهم في التعليم التقنيي والتطبيقي في الأردن وأين وصلنا في هذا لأن حقيقة والله شبعنا كلاما وشبعنا تنظيرا فلابد من النظر في هذا فأتمنى أن أسمع إجابة من معالي ولكم جزيل والشكر معالي وزير التربية والتعليم تفضل زميل فواز زعبي إذا سمحت بس عشر دقائق بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين سعادة رئيس مجلس النواب أصحاب السعادة والمعالي أولا بداية أشكر سعادة النائب المحترم على سؤاله وأيضا على الأفكار التي طرحها وورد في سؤال سعادة النائب شقين أساسيين يتعلق الأول منهما في ما هي فلسفة مجلس التربية والتعليم أو التعليم بتضخيم النتائج وأجبنا على هذا السؤال بأن مجلس التربية والتعليم لم يناقش لا سابقا ولا حاليا مسألة تضخيم علامات التانوية العامة وهو ليس بصاحب الاختصاص أصلا لأن امتحان التانوية العامة يدار من قبل مجلس الامتحان العام وأيضا مجلس الامتحان العام لم يناقش مثل هذه المسائل أبدا سعادة الأخ المحترم وأصحاب المعالي والسعادة امتحان التانوية العامة منصوص عليه في قانون التربية والتعليم بغرض محدد واضح هو نهاية مرحلة وليس عبورا لمرحلة أخرى هذا في المادة 29 وورد في الإجابة وإن كان العرف قد استقر تاريخيا منذ بدء هذا الاختبار إلى أن الجامعات تلجأ إلى هذا الاختبار لغايات القبول الجامعي أما فيما يتعلق بازدحام العلامات نحن سرحنا تفصيلا خلال السنوات الأخيرة وارتفاع العلامات وعرضنا نسب النجاح وقلنا بأن نسبة النجاح العامة في الدورة التكميلية الماضية كانت أقل من سابقتها صحيح كان هناك ازدحام بالعلامات وأفردنا المبررات التي رأى سعادة النائب المحترم وقد أتفق معه أن المبررات طويلة لكننا أحببنا أن نحيط بالإجابة بشموليتها وقلنا بأن أسباب ازدحام العلامات أولا هو تغيير تعليمات الامتحان في العام الدراسي 18-19 إذ اختصرت عدد المواد الدراسية إلى ثمن مواد سبع مواد تدخل في المعدل فقط بعد أن كانت عشر مواد هذا من ناحية ثانيا أيضا تم اعتبار 25% من المادة الدراسية مطالعة ذاتية ولا تدخل بالامتحان وهذا أيضا يقود إلى ارتفاع بالعلامات ثالثا الحد الأدنى للنجاح أصبح 40% في المادة وليس 50% كما كان سابقا ويذكر كثير من أصحاب السعادة سابقا أننا كنا نتقدم إلى سبع مواد أو ثمن مواد ست منها تدخل بالمعدل ومادتين الحد الأدنى للنجاح 25% كانت أنا تقدمت للامتحان كانت الحد الأدنى للنجاح هي 25% علامة أيضا من الإجراءات التي يعني رفعت مثل هذا الأمر أن الدورات الامتحانية أصبحت للطلبة مفتوحة ولم تعد مقيدة ويحسب للطالب العلام الأعلى بغض النظر عن الدورة التي تقدم لها وبالتالي صار في إقبال من الطلبة على التقدم وهذا من حقهم أيضا أن يتقدموا إلى دورات مفتوحة أود أن نشير إلى بعض الملاحظات وأؤكد بأن امتحان الثانوية العامة بخير ويتمتع بمصداقية عالية وأن قوة وأن الحكم على أي اختبار يعتمد على معايير علمية لها علاقة بصدق الاختبار وثبات الاختبار وسمولية الاختبار والتمييز بين الطلبة في الاختبار وبالتالي جائحة كورونا أيضا أثرت تحذولنا إلى الأسئلة الموضوعية بالكامل لأننا لم نكن نعلم ما إذا كان بإمكاننا أن نعمل امتحانا عاما العام الدراسي الماضي كثير من الدول لم تستطع أن تدير امتحانا عاما وقدرت علامات تقديرا لطلبتها ولجأنا إلى التصحيح الآلي حتى لا تكون مصادر العدوى من الورق وهذا معروف في هذا الأمر ومن المعروف أن الامتحانات الموضوعية هذه الامتحانات الأكثر شيوعا في العالم هي أولا فيها احتمالية تخمين أي أن الطالب يمكن أن يخمن العلامة قد لا يعرف الإجابة الصحيحة لكنه يخمنها وهذا إجراء معروف ومعهود ومثبت بكل الدراسات كما أن الاختبارات الموضوعية أكثر شمولا وللمادة الدراسية أيضا فيما يتعلق بتساؤل سعادة النائب حول منحن العلامات متقارب بين السنوات نعم هذا إذا لجأنا إلى العلامات المعيارية نحن نعرض علامات خام ولا نعرض علامات معيارية كما هو الحال في البرامج الدولية أي أن نعمل علامي محولة من علامي خام أخذا بعين الاعتبار المتوسط الحسابي والانحراف المعياري بإجازة إذا سمحت معليك بإجازة بإجازة أمرك دولة الرئيس السبب الأخير لارتفاع العلامات الدورات المفتوحة العام الماضي تقدم أربع آلاف طالب كانت علاماتهم فوق التسعين أصلا وبالتقال لتقدموا بمادة أو مادتين ومن المتوقع أن ترتفع علاماتهم أيضا بهذا الأمر فبدي أشكر سعادة النائب المحترم وباتفق معه تماما بأنه لابد أن يكون هناك تنسيق وهذا التنسيق قائم أيضا لكن نطلب مزيد من التنسيق أيضا وإحنا من نسيق مع معالي وزير التعليم العالي ومع مجلس التعليم العالي بهذا الأمر ومع معالي وزير العمل فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وحتى يكون تركيز أكبر على التعليم المهني والتعليم التقني والدراسات الاكتوارية نعم نحن نطلع عليها وأن كنا لا نجريها نحن لكن في الامتحانات فقط الملاحظة الأخيرة ترد الدراسات الاكتوارية في الاختبارات يوم ما بعد النتائج أما الاختبارات الاكتوارية فيما يتعلق بالحاجات سوق العمل نحن ننسق مع الهيئات والمراكز وأتفق معك وأعيدك وأعيد أصحاب السعادة أن يكون هناك أيضا يعني دراسة لمثل هذا الأمر شكرا فيما يتعلق بكل هذه المسائل مع الشكر الجزيل شكرا سعادة الزميل الفاضل تفضل جزاك الله خير نشكركم جزيلا وشكرا سعادة الرئيس نشكر معالي الوزير على هذه الإجابة وبإذن الله سيكون لنا زيارة لكم في مكتبكم لتقديم مقترحات تسهم في ضبط إقاع التنوية العامة بإذن الله بما يعود في المصلحة العامة للطالب والوطن وإن شاء الله ونشكركم جزيلا شكرا وبرك الله فيكم أشكرك سعادة الزميل المحترم الأمين العام تفضل 19 كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1351 تاريخ 17-2-2021 ومرفق كتاب معالي وزير العمل ووزير دولة لشؤول الاستثمار جوابا على السؤال رقم 88 والمقدم من سعادة النائب المهندس هيثم زيادين سعادة الزميل هيثم زيادين تفضل شكرا سعادة الرئيس من باب الدور الرقابي لمجلسنا الكريم واستناد إلى المادة 96 من الدستور الأردني وأحكام المادة 118 من النظام الداخلي كنت قد توجهت بسؤال نيابي إلى معالي وزير العمل ووزير الدولة لشؤول الاستثمار وإلى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي فحوى هذا السؤال كان بتزويدي بكافة المعلومات المتعلقة بالموجودات المنقولة وغير المنقولة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أيضا تزويدي بكافة التفاصيل المتعلقة بالمشاريع التي نفذتها وقيمة كل مشروع والقيمة المضافة لهذه المشاريع من حيث توفير فرص العمل أيضا تزويدي بأرباح وخسائر صندوق استثمار الضمان الاجتماعي نتيجة لتجارة الأسهم داخل المملكة وخارجها أيضا الهدف الرئيسي من هذا السؤال جاءت الإجابة مشكورين إجابات كاملة وشافية ولكن الهدف الرئيسي من هذا السؤال هو تطمين الأردنيين الشعب الأردني العظيم من تخوف وقلق الأردنيين على أموالهم وعلى مستقبلهم وأيضا نريد من الحكومة أطلب إيضاح الدور هذه الاستثمارات في تحفيز النمو الاقتصادي والبعد التنموي فأترك سعادة الرئيس بعد إذنك الاستماع من أصحاب الاختصاص في هذا الموضوع معالي وزير العمل استثمار تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أشكرك سعادة رئيس المجلس النواب الأكرم وأشكر سعادة النائب المحترم قيز زيادين إذا سمح لي سعادة الرئيس معنا اليوم عطوفة سيدة خلود الثقاف رئيسة صندوق سعادة الزميل هيثم زيادين هيثم زيادين نعم إذا سمح لي في معنا عطوفة مديرة الصندوق ورئيسة الصندوق فممكن جاوبة السؤال وإذا فيه إداع إلى الاستزادة بستطيع أنا كمان أتكلم تفضلي سعادة عطوفة الدكتورة تفضلي مساء الخير جميعا شكرا سعادة الرئيس معالي الوزير والأخوات النواب والأخوات النواب أنا هون حتى أطمنكم إن شاء الله بصفتي رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إنه أموال مشتركين ومتقاعدين الضمان الاجتماعي بأمان الحمد لله إحنا صندوق الاستثمار تأسس في عام 2003 ليكون الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهدف استثمار موجوداتها وتعظيم القيمة هذه الموجودات مع الحفاظ على قيمتها وعادة استثماراتنا بتكون وفقها سياسة استثمارية معتمدة ومقرة من مجلس إدارة الضمان الاجتماعي لما بدأ الصندوق كان واحد مليار فاصل ستة الآن وبالرغم من كل اللي مرينا فيه في العام الماضي من جائحة كورونا استطعنا إنه ننمو والآن اتفاقت موجوداتنا اللي تصل 11 مليار فاصلة 200 مليون دينار هاي الاستثمارات موزعة على عدة محافظ وفقا للسياسة الاستثمارية تقريبا 75% منها موجودات سائلة وشبه سائلة في موجودات نقدية السندات وقروض وباقي المحفظة في الأسهم والعقارات والمحفظة السياحية طبعا زي ما قلت إنه العام الماضي كان صعب علينا سوق عمال مالي كان كتير أداءه ضعيف كان عنا بالتالي نزول في محفظة الأسهم كان في نزول في الفوائد وكان المحفظة السياحية تأثرت بشكل كبير لكن بالرغم من هذا استطاعنا ننمو أسسنا حالياً توجهاتنا إنه نكون مشاريع استثمارية ضخ تحفز النمو الاقتصادي وتشغل ولكن هدفنا الأول هو تحقيق عائد ويكون فيه جدوى اقتصادية ومخاطر مقبولة حسب سياستنا الاستثمارية أسسنا في بداية العام الماضي شركة تهدف إلى استثمارات البنية التحتية بالشراكة مع البنوك التجارية وحالياً عم بدرسوا مشروعين ببنية تحتية كبيرة وستشغل العديد من الأردنيين أسسنا شركة زراعية وحالياً بدأت أول مشروع زرائي مقام على 25 ألف دنم في منطقة المدورة كمان هذه مع تغيرات اللي صارت وفق الكورونا وتركيزنا الأكتر حالياً على الزراعة والصناعات الدوائية بالإضافة إلى البنية التحتية بالنسبة لما فضت الأسهم كان في عنا زي ما تفضل سعادة النائب خسائر في آخر السنة ولكن كانت خسائر دفترية بمعنى إحنا صندوق بستثمر طويل الأجل نشتري لا نهدف إلى المضاربة نشتري في شركات استراتيجية لكن أنا بحابة أطمنكم أن اليوم من أول السنة أرباحنا 70 مليون نتيجة أنه قمنا بشراء أسهم استراتيجية ذات كاد أسعارها منخفضة جداً في الربع الأخير حالياً حققت أرباح وبالتالي المحفظة كلها حالياً حققت أرباح حتى تاريخ لإجازة سمحتي أنا حابة بس أطمن أكثر كمان أسسنا شركة للتأجير التمويلي ومولنا من خلالها خمس مشاريع هي مشروع جمرق الماضونة مستشفى معاني العسكري مستشفى الطفيلة ومشروع التردد السريع عمان الزرأة مقابل أراضي خزينة استملكناهم باسم الصندوق وأعطينا تمويل مقابلهم لمدة عشر سنوات أرجو أن أكون قد أوفيت شكراً شكراً أنت سعادة الزميل هيثم تفضل شكراً سعادة الرئيس وشكراً للأخت عطوفة خلود الثقاف مدير عام استثمار أموال الضمان على هذه الإجابة ولكن سعادة الرئيس يسمح لي والزملاء الكرام وفي هذا الإطار ونحن نتحدث عن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أن أدعو إلى فكرة تبناها الزميل الدكتور خير أبو سعليك وهي إقامة محافظة رقم 13 في المملكة وموقعها جنوب المملكة يعني هذه المحافظة هي مدينة ذكية وحاضنة للأعمال وأعتقد أن هذا المكانها الصحيح لتنفيذ استثمارات أموال الضمان الاجتماعي بالطريقة التي تراها مناسبة إما بنقل الملكية أو البناء أو التشغيل أو المنتهي بالتملك وهذا من شأنه يخلق تنمية ويخلق فرص عمل في إقليم الجنوب الذي أصبح طارداً للسكان شكراً سعادة الرئيس وشكراً شكراً سعادة الزميل السؤال رقم 20 كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1349 تاريخ 17-2-2021 ومرفق كتاب عطوفة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء وكتاب عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية جواباً على السؤال رقم 70 والمقدم من سعادة النائب المهندس طلال انسور سعادة الزميل المحترم طلال انسور تفضل سعادة الرئيس تفاجأنا نحن في محافظة البلقاء أننا أصبحنا نعامل معاملة جماعة البدون من قبل الحكومات المتعاقبة وذلك من خلال التعينات التي تقوم بها الحكومة واستثناء محافظة البلقاء من هذه التعينات حيث عندما تم استثناء مؤسسة الغذاء والدواء بتعيين خمس استثناءها من أمر الدفاع وتعيين خمس ستين شخص حين التدقيق بالأسماء كما ترون على السلايد عندكم أنه تم طلب الأسماء المقابلة لم يتم نجد اسم أي شخص من محافظة البلقاء طلب للتعيين سؤالي هل هناك استثناء مقصود لمحافظة البلقاء في التعيينات في مؤسسة الغذاء والدواء وهل التخصصات التي تم طلبها غير متوافرة في محافظة البلقاء بعدين سؤالي هل السبب في استخدام ديوان الخدمة المدنية مبدأ التعيين حسب الأقاليم لاستثناء هذه المحافظة وجعل حضوظ هذه المحافظة في التعيينات الحكومية من أقل الحضوظ نأمل من ديوان الخدمة المدنية العمل على إرجاع التعيين في الديوان على مبدأ النسب في المحافظات حتى يعود الحق لأصحابه ويعتمد مبدأ المسواة بين أبناء الوطن حيث أن أبناء الوطن محافظة البلقاء ولن أزاود على باقي أبناء الوطن ولكن كما تعلمون أن البلقاء وأبناؤها من أعمدة وركائز هذا الوطن ولا نعلم ما السبب في محاولة إشعارهم بالغبن والظلم من الحكومات حيث أن مبدأ التعيين حسب الأقاليم جعل محافظة البلقاء الأكثر تضرراً من بين المحافظات وتم أخذ حقها في التعيين في الدوار الحكومية علانية وتم تهميشها بسبب وجودها في إقليم الوسط الذي يضم أكبر محافظتين من ناحية التعداد السكاني وهي محافظة العاصمة ومحافظة الزرقاء وأصبحت المحافظة بسبب هذا القانون ترزح تحت وطأة البطالة والزياد أعداد العاطين على العمل أشكره هل ترغب بسماع الإجابة؟ نعم أرغب معالي وزير الصحة تفضل شكراً سعادة الرئيس وأرجو أن أستأذنكم بأن يقوم عطوفة المدير العام لمؤسسة الغداء والدواء للإجابة على أسئلة سعادة النائب طلال نسور وكذلك أن يقوم رئيس ديوان الخدمة المدنية أيضاً بالإجابة على الشق الثاني من السؤال تفضل مدير العام الغداء والدواء بسم الله الرحمن الرحيم سعادة الرئيس السادة ذوات من الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأعضاء مجلسكم الكريم بما يؤكدون عليه من ضرورة الالتزام بالنزاهة والشفافية في جميع أركان الدولة الأردنية من جهات ووحدات حكومية وبما في ذلك المؤسس العام للغذاء والدواء تعلمون جيداً سيدي ما حصل في بداية الربع الأول من العام المنصرم كان في حالات تسمم شديدة جداً وكان هناك تشكيل وزارية معنية بالبحث والتدقيق في هذه الإصابات الناجمة عن التسمم وكان هناك توصية واضحة من اللجنة الموقرة بضرورة رفض المؤسس العام للغذاء والدواء بكوادر فنية معنية بالرقابة على الدواء وعلى الغذاء وبناء عليه تم أخذ استثناء من مجلس الوزراء الموقر بضرورة تعيين ستين عامل رقابة لدى المؤسس العام للغذاء والدواء تم تعيين منهم سبعة وثلاثين وتم رفض المؤسسة أيضاً مؤخراً بثلاث من الموظفين وبقي لنا عشرين ونؤمن جيداً في المؤسس العام للغذاء والدواء بوحدة المملكة الأردنية الهاشمية محافظة محافظة ولواء لواء وقضاء قضاء وناحية ناحية والبلقاء كأي محافظة أردنية كان هناك توزيع عادل في موضوع التعيينات بحيث كان هناك نصيب من أربع موظفين من محافظة البلقاء التالية أسماؤهم راشد مصطفى عفوا بدون ذكر أسماء كان هناك تعيين لأربع أشخاص من محافظة البلقاء بالتالي كان هناك نصيب عن المنهجية التعيين هو يتحدث عن المنهجية والأسس التي تم الاعتماد عليها في اختيار الموظفين هذا ما يسأل عنه حسب الأسس المتبعة لدى ديوان الخدمة والتعينات كانت كلها من مخزون ديوان الخدمة المدنية شكراً هنا نسمع أمين عزو عن الخدم المدني تفضل شكراً شكراً سعادة الرئيس أصحاب سعادة المعالي ما يتعلق ببداية أتطرق لموضوع التعيين على مستوى الأقليم بداية إحنا في تعليمات الاختيار والتعيين فيما يتعلق بالوظائف الطبية والتعليمية بكون التعيين بداية على مستوى اللواء هذا بالنسبة لكقاعدة عامة أما المستشفيات فبتكون على مستوى المحافظة كل تعييناتنا إحنا على العقود السابقة على هذا الأساس بالنسبة للتربية والتعليم والصحة على مستوى اللواء وبالنسبة للمستشفيات التعليمية بتكون على مستوى المحافظة تحديداً فيما يتعلق بالوضع الوبائي وحادة الوزارة للتعامل مع الموقف الوبائي حسب انتشاره من محافظة لأخرى ونحن نعرف أنه في البداية كان الوباء متركز في محافظة العاصمة وإربط بالدرجة الرئيسية الجنوب ما كان فيه ولا من مفرق وبعض المحافظات كانت في حاجة لدى وزارة الصحة بتنقيل المنظفين ما بين المحافظات لذعم محافظة العاصمة وهو تحديداً مستشفى البشير ونعرف سعادة مدير المستشفى لما أبدأ طلبه لكوادر إضافية كانت هناك تواجه مشكلة وزارة الصحة في نقل المنظفينها وبالتالي طلب معاه لوزير الصحة في ذلك الوقت أن يكون التعيين على مستوى الأقاليم للمستشفيات الميدانية التي هي مؤقتة حتى تمكن الوزارة من العمل بمرونة في عملية تدوير المنظفين وبالتالي كل من سيعين على مستوى الإقليم هو يضع نفسه بتصرف الوزارة للعمل في أي منطقة ضمن الإقليم وهذا ثبتنا في شروط التعيين إذن هي الظروف استثنائية تعاملنا فيها حسب حاشة الوزارة أنا أحب أشير أن ما يتعلق بمحافظة البلقة تحديداً من هذه الاحتياجات كانت فيما يدخص بعض التخصصات زي التمرير قريبة من محافظة العاصمة وبالتالي المحافظة يعني ما تم ترشيح على مستوى الإقليم والمحافظة جيد جداً وأنا بأشير أنه فيه الآن تنصيق مع الوزارة على ضوء أعداد المستنكفين سيتم ترشيح الأطباء اللي جاهزين من الامتحانات والمقابلات هم تقريباً ثمانية سيتم ترشيحهم إن شاء الله قريباً لوزارة الصحة من محافظة البلقة ومحافظة الزرقة بالنسبة للغداء والدواء زي ما أشار عطوفة المدير هناك كانت في ظروف حقيقة شكل مجلس الوزراء اللجنة في ذلك الوقت وما يتوفر لديهم من شواغر تم التنصيق معهم حسب حاجتهم بحيث أن المؤسسة تقوم بدورها لأنه هي تستعين بموظفين من وزارة الصحة في عملية المراقبة وهذا يعني ما مكن خصوصاً أن الوزارة الصحة كانت بالظروف اللي جميعنا نعرفها يعني مركزة في موضوع التعامل مع الوباء الآن إحنا عطيناهم جزء من الشواغر حسب احتياجاتهم بشكل دقيق وكان الترشيح من مخزون الديوان والمقابلات والإحنات نفذت بالتنصيق ما بين الديوان والمؤسسة حسب التعليمات إحنا إن شاء الله تم إحداث لهم 20 شاغر على جدول 2020 وسيتم استكمال الإجراءات حسب ما بتحدد المؤسسة بينها أشكرك زميل طلال هل بقي لديك حديث؟ تفضل سعاد الرئيس يعني الإجابة أنه بحكي لك تم تشكيل لجنة طب هاي اللجنة يعني ما شافت ولا أي شخص من محافظة البلقاء يستحق أن يشغل يعني كل أبناء المحافظة ونظراً للحال الوبائية والكورونا جابوا من العقبة وجابوا من جرش وجابوا من الكرك وجابوا من العاصمة والزرقة محافظة البلقاء صار عليها الحجر هي الوحيدة؟ يعني هذا الجواب يعني غير منطقي وغير شافي بدي أحول استجواب السؤال وسبحت ولا تريد توضيح للاستفسار طلال؟ طلال نتسنى طلالي ماشي تفضل لأنه إيش توضيح؟ سيدي إحنا أنا إذا سمحته بعد اسمع أخ طلال نزود ساعاته بحصة محافظة زميل طلال زميل اسمع الإجابة نزود ساعاته بالأعداد اللي تم ترشيحها للمسجفيات الميدانية ضمن إقليب الوسط إحنا ما استعالنا من الجنوب أو من الشمال تم التعيين كوحدة واحدة على مستوى إقليب الوسط وهذه بالمناسبة تترك للمرشح هو يحدد رغبته بالتنافس على مستوى محافظة بدك تزوده يعني بالكشفات؟ بدك تزوده فيها إذا شعر أنه الأعداد وأنا بحكي هيني أمام الأصحاب السعادة ما تم ترشيح من أبناء محافظة البلقاء قريب على محافظة العاصمة زميل طلال يريد تزويدك هل تعطيه فرصة؟ تعطيه فرصة لتزويدك بالأجوبة؟ بنتظر تزويده وبعدين بالأجل إن شاء الله شكرا شكرا 21 كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1348 تاريخ 17-2-2021 ومرفق كتاب معالي وزير المياه والرأي جوابا على السؤال رقم 84 والمقدم من سعادة النائب السيدة روع الغرابلي آخر السائلين تفضلي زميلة روع الغرابة أشكر معالي وزير المياه على سرعته للإجابة وصلت الإجابة ضمن الوقت والقانون المحدد أكتفي سعادة الرئيس أشكر معالي وزير المياه على سرعته للإجابة وصلت الإجابة ضمن الفترة القانونية المحددة أكتفي سعادة الرئيس شكرا لك انتهت الجدو الأعمال عبد الرحيم شكرا لكم جميعا وترفع الجلسة لموعد يحدد لاحقا شكرا شكرا لكم